بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكو بيتجدد اللقاء مع محاضرة جديدة من محاضرات إدارة الموارد البشرية هكون معاكو دكتور إبراهيم أبو الصعود خلال الوقت اللي جاي احنا النهاردة هنتكلم عن وظيفة أساسية من وظائف الموارد البشرية الحديثة إدارتها وكيفية الكنترول وكيفية الميجرمنت اللي بتتم على أساسها تطورات كبيرة وتغييرات كبيرة بتحصل في الشركة أو المؤسسة اللي احنا بنشتغل فيها يا ترى الترينينج and development مراضفين يعني هما الاتنين نفس المعنى في الديفنيشن بتاعهم هل الترينينج قبل الديفالوبمنت ولا الديفالوبمنت قبل الترينينج طيب ليه الوظيفة دي أصبحت في إدارة الموارد البشرية الحديثة يعني هل هي كانت إدارة منفصلة وأصبحت إدارة تابعة لإدارة الموارد البشرية recently ولا إيه اللي حصل بالزبط طيب إحنا محتاجين للتدريب يعني ليه لازم يكون فيه تدريب في الشركة وهل فيه شركات مفهاش تدريب طيب إيه الفرق الجوهري ما بين التدريب والتطوير مين اللي محتاجين ندربه في الشركة في إدارات معاينة محتاجة تدريب وإدارات تانية لأ في حاجة اسمها تدريب استراتيجي وتدريب على مستوى المهم أو الوظايف مين فينا ما بيحبش يطور نفسه؟ مين فينا ما بيحبش أنه يترقى؟ مين فينا ما بيحبش أنه هو ياخد أو يكتسب مهارات جديدة؟ هل التدريب والتطوير التشابتر ده بيجاوب على كل الأسئلة اللي أنا اقترحتها؟ الحقيقة الموضوع متشعب ومحتاجين نتكلم فيه خطوة خطوة عشان محتاجين نفهم كل كلمة من اللي أنا قلتها معناها إيه؟ وكل سؤال من اللي أنا سألته إيه الإجابة المناسبة لين؟ طيب إحنا طبعا الشابتر ده هو مرتبط شوية بالشابتر اللي بعده فإحنا هنتكلم النهاردة عن شابتر 9 وشابتر 10 مع بعض وطبعا في حلقات النقاش هنتكلم بتفاصيل وحالات تطبيقية عن مسألة التدريب والتطوير وأنا يمكن سبق ووضعت لحضراتكم على موضل تجربة لسياسات التدريب والتطوير في أحد الشركات العربية الشهيرة فممكن حضراتكم تتطلوا عليهم إحنا عايزين نفهم مع بعض إيه؟ جابت سؤال مهم جدا بغض النظر عن التفاصيل الكتير اللي أنا تكلمتي فيها ليه الشركات محتاجة تدرب الموظفين وإيه اللي هيعود على الشركة من هي تعمل مثل هذه الوظيفة أو مثل هذه المهمة طيب محتاجين نفهم الفرق ما بين learning وما بين education وما بين development هو فيه فرق يا دكتور؟ طبعا فيه فرق طبعا فيه فرق هنتكلم عن كمان learning objectives اللي المفروض نخرج بيها من دراسة هذا الشابتر هننطلق مع بعض في بعض النقاط الأساسية تمام؟ وهنفهم مع بعض definition, define training and discuss why the strategic approaches is important discuss the four phases of the training process وهناخد مع بعض نموذج Craig Patrick في تقييم مسألة التدريب يعني ده سؤالي برضو محتاج إجابة هو أن النهاردة لما هدرب الموظفين لما هدرب الموظفين أنا هقيم العائد على التدريب ده ازاي؟ يعني هي دكتور العائد على التدريب هو فيه حاجة اسمها العائد على التدريب طبعا انا افهم يا دكتور انه في حاجة اسمها العائد على السلسمار لا كمان في حاجة اسمها العائد على التدريب هو التدريب ده مش في مجهود وفي كاش بيتصرف عشان نقوم بعملية التدريب اكيد طبعا فبالتالي الكوست versus البنيفتس اللي المفروض تعود علينا في عالم كبير جدا اسمه كريك بايتريك ويمكن كل كتب الادارة في مسألة التدريب بالتحديد بتستخدم هذا النموذج لقياس العائد على التدريب طيب identify three types of analysis used to determine the training needs ايه training needs ازاي اصلا هنقدر نحدد الموضوعات او المهارات اللي موظفيننا محتاجينهم عشان يكتسبوا المعارف والمهارات والقدرات الجديدة اللي هتعزز بالضرورة الobjectives اللي تعمل على اساسها التدريب describe internal and external and e-learning as a training delivery approaches هو فيه approaches للـ delivery طبعا يعني ايه e-learning اصلا ويهي الفرق ما بينه وما بين الـ classes العادية ويعني ايه internal training و external training كل دي outcomes المفروض بعد ما حضرتك تدرس او تتابع معايا شرح الـ chapter ده حضرتك تكون ألمت بيها وزي ما تعودنا مع بعض هيكون فيه summary للمسألة في نهاية الـ chapter هنلخص مع بعض كل التفاصيل اللي احنا اتكلمنا فيها خلينا نبتدي على طول بالفروقات الجوهرية يعني ايه كلمة تدريب ويعني ايه كلمة تطوير ويعني ايه كلمة تعليم لو احنا قلنا مثلا هنبتدي بالـ learning وهنقول إن الـ learning ده is the broadest term of all the act of acquisition of knowledge or skills learning is the permanent change in the person that is related to the past experience and the opportunities to acquire a skills and knowledge ايه الكلام الكبير ده يا دكتور لأ زي ما تعودنا هنبسط يعني الموضوع إن شاء الله مع بعضينا تمام الموضوع بسيط وما فوش اي لبس التعلم هو أوسع مصطلح على الإطلاق دي بيسموها الـ broad statement هو فاعل اكتساب المعرفة او المهارة هو فاعل اكتساب المعرفة او المهارة بيعمل ايه؟ يعني أنا لما اكتسب معرفة او مهارة ايه اللي هيحصل؟ آه هيحصل تغيير دائم في الشخص طب أنا عايزة أغير ليه في الشخص؟ عشان يحصل مثلا عنده تطوير؟ عشان يكون عنده فرصة لاكتساب خبرات ومهارات جديدة؟ يعني البزنس هيعود عليه يا دكتور بالكلام ده؟ طبعا النهار دا انت كان عندك محاسب ووظيفة المحاسب إنه هو بيقدم ميزانية ومشكلة كانت موجودة عند المحاسب ده إنه دايما بيقدمها متأخر يعني هي مطلوبة منه مثلا يوم 31-12 دايما بيقدمها أول عشر تيام في يناير في السنة اللي بعدها راجل دا عنده مشكلة في التايم مانجمنت أنا لو دربته خدوا بالكوا بقى عشان هنا هنبتدي نفسر لو علمته تايم مانجمنت إزاي يعرف يدير وقته هيقدر يقدمني الميزانية المطلوبة ودي من ضمن مهامه الأساسية في التوقيت المناسب فبالتالي عارف يدير وقته قدر يحقق لي الأوبجيكتف المطلوب منه إنه هو تقديم الميزانية في 31 ديسمبر سنة X أو Y أو Z خلاص يبقى التعلم هو فعل اكتساب المعرفة لإحداث تغيير دائم في الشخص طيب وده فرق إيه يا دكتور عن الترينج طب ما تيجي نشوف الترينج إيه بقى إحنا هنا تكلمنا عن تغيير دائم في الشخص بالنسبة للترينج بقى هو ده بقى الجزء اللي يخص البزنس في الوقت الحال وهنا لما بقول في الوقت الحالي يعني بتكلم إيه اللي محتاجه الشغل شغل عايز إيه دلوقتي شغل محتاج إيه دلوقتي لو أنا قدرت أفهم الشغل محتاج مني إيه دلوقتي وإيه الجابس المطلوبة هقدر أدفع إذا كان ده ترينج ولا ليرنج طيب ما تيجي كده نشوف المصطلح ده بيتكلم عن إيه يجب توجيه التدريب لاكتساب مهارة جديدة في العمل هنا بقى ما بقاش الشخص هنا أنا بقى إيه تدرب عشان العمل محتاج ده حتى لو كان البرنامج التدريب يدور حول إعطاء المعرفة فقط عندها يجب أن تكون هذه المعرفة تهدف إلى تسهيل المهارة الجديدة طب نفسر أكتر نفسر أكتر جات لي مشكلة من فرع من فروع الشركة بأنه دايما الموظف X بيتخانق مع العمل كل ما بيجي يتكلم مع العميل بيتخانق بيحصل مشكلة طيب علاج الموضوع ده إيه هل إحنا هنا بنتكلم عن الشخص ولا بنتكلم عن وظيفة مسببة مشاكل آه يبقى إحنا هنا كده ابتدين نقرب للمسألة شوية في الفروق إنه الترينيج ده بيكابتشر جاب أو البروبلم ريليفن تودا تو دا جوب ديسكريبشن المفروض الراجل ده بيمينتين الريليشن مع الكاستمرز بشكل بروفشنل فالنهارده لما يكون فيه ميس كومينيكيشن طول الوقت ما بينه ما بين العميل إيه اللي يحصل تحصل مشكلة طبعا أنا هحصلح المشكلة دي ازاي عن طريق الترينيج وهنفهم بعدين إذا كان الشخص اللي بيعمل مشاكل ده محتاج ترينيج فعلا ولا لأ بس خلينا نقول كده دلوقتي عشان التعريف طيب يبقى إحنا هنا قلنا أنه التدريب مرتبط بمشكلة حصلة دلوقتي في البزنس أنا محتاج أدرب عشان أعالج مشكلة في البزنس هل أنا هدفي وأنا بعمل تدريب إن أنا أمنتين علاقتي بالموظف هل ده الهدف لا لا مش هو ده الهدف الهدف إن أنا عندي مشكلة في الشغل عايز أعالجها عندي حاجة ملحة في الشغل عايز أعالجها وهنا في الفجر اللي موجود قدام حضراتكو بيوضح الفرق ما بين الترينينج والديفيلومنت طمام أنا هاجي للفرق ما بين الترينينج والديفيلومنت بس خلينا نتكلم الأول في الديفينيشن وبعد كده هتكلم في الفرق ما بين عشان الزومان اللي كان سألوني إنه أحيانا الكلام ما بيكونش آآ convenient أو relevant بالسلايد لا إحنا هدلوقتي هنتكلم في السلايد نفسه بس إحنا الأول بنتكلم في الديفينيشن طيب عرفنا learning عرفنا training نتكلم في الديفيلومنت آآ الديفيلومنت activities are not job related but are oriented to the post-personal and organization group يعني إيه؟ هي حاجة ما لهاش علاقة بالأنشطة اللي بتحصل دلوقتي ليه علاقة بالأنشطة اللي هتحصل في المستقبل أنا بطور عشان حقق أهدف في المستقبل زي إنه مثلا المحاسب اللي أنا جبت سيرته ده اللي هو بيقدم الميزانية متأخر أنا محتاج إن أنا أرقي الراجل ده يبقى مدير حسابات فالراجل ده اللي هعمله training ولا هعمله development هعمله development ليه؟ لأنه الobjective بتاعي يخص المستقبل وهنا بقى نيجي للسلايد والفرق ما بين training والdevelopment الفرق الجوهري إنه training التايم فريم بتاعه هو short term فأنا لما بقول training أنا هنا ما بعملش آآه هو في حاجة اسمها training agenda بتتكلم على إنه أنا هعمل التراينج بروجرام دي خلال الفترة اللي جاية بس هي short term لكن development long term long term object طيب الفرق الثاني ما بين training والdevelopment التراينج learn specific behavior and actions demonstrated technique and processes development understand information concept and context develop judgment expand capabilities for the assignments عشان نشرح الكلام ونبسطه زي ما قلنا من ال definition هناخد الفرق التراينج بيعدل سلوك أنا محتاج ويتعدل في الوقت الحالي دلوقتي now لكن development بيضع خطة للمستقبل عشان أعدل هذا السلوك التراينج بيركز على ال individuals التراينج بتركز على ال individuals بتركز على الأفراد التراينج بيركز على ال group لو انت بتقسم البزنس بتاعك ال group أو families فيه أحيانا الشركات بتقول على units families يعني ايه ال finance families ال HR family يعني هو بياخد مجموعة من الوظائف ويضعها تحت أمبريلة معينة أو مظلة معينة تمام بيسميها family ال HR family فأنت النهاردة لو هتتكلم على أن انت عايز تتحول مثلا من ال human resource management ال strategic human resource management ده محتاج تدريب ولا محتاج تطوير ده محتاج تطوير انت هتطور هتطور ال approaches أو ال context الخاص بعملك أو بشغلك ل ال scope strategic فبالتالي انت مش هتدرب على ده انت هتطور ال family دي وتخليها تاخد شكل مختلف أو context مختلف عن اللي حضرتك وتتشتغل بيه قبل كده ال effectiveness في المجر يعني ما تيجي تقيس مرضود أو كفاءة العملية اللي حضرتك بتقوم بيها من حيث التدريب أو من حيث التطوير مهم قوي نبقى فاهمين الجزئية دي الترينج بيركز على performance appraisals خلاص وليه طول بقى يعني عشان يقدر انه هو يحدد ال effectiveness في المجر ليه طول ال cost benefit analysis ودي هنتكلم عليها خلاص دي من ضمن التول اللي بتقول لحضرتك والله انت لما جيت دربت التدريب الفلاني العائل على البزنس كان كذا طب ال development بيركز على ايه في المجر ان يكون في qualified people available ماينفعش حضرتك تقولي ان انا مثلا هفتح 10 فروع جديدة وال 10 فروع دول محتاجين 10 مدرين انت النهاردة محتاج تعمل development plan او development program عشان حضرتك تقدر تقوم بهذه المسألة ان يكون في عندك effective measures تقدر تحقق بيها لهذا فده طيب التدريب بيشمل الوظائف الحالية تدريب على الوظائف الحالية خلاص لما اتكلم في تطويري يبقى انا هنا بتكلم عن حالي ومستقبل يعني ايه يعني انا بتكلم عن وظائف حالية ومستقبلية خلاص وقلنا برضه انه الفرق يكمن في انه التدريب بيركز على individuals او الافراد والتطوير بيركز على المجموعات وفرق العمل فرق جوهر تاني التدريب بيركز على سد النقص في المهارات الحالية التطوير بيركز على التهيئة لاحتياجات المستقبلية للمهارات يبقى ماينفعش تكون راجل بتدرس HR او ماينفعش الراجل تكون بتشتغل في HR ومش فاهم الفرق ما بين التدريب والتطوير لازم حضرتك تبقى فاهم الفرق ما بين التدريب والتطوير انتفقين طيب جزء الاخير وهو ليه علاقة بيه عشان برضه نبقى لمينا كل الموضوع ده تمام انت محتاج تعرف قبل ما تعمل برنامج تدريب او قبل ما تعمل برنامج تطوير ان انت عندك اساسيات مهمة عشان تعرف اذا كنت محتاج تدريب ولا لأ في مكونات اساسية للتدريب في مكونات اساسية للتدريب والمكونات دي بتتحدد بان انت بتسأل مجموعة من الاسئلة اولها هل انت فعلا محتاج تدريب يعني هل فعلا مؤسستك محتاجة تدريب لبعض الافراد او بعض المجموعات او بعض فرق العمل طيب مين اللي تحديدا محتاج تدريب هل هو فرد هل هم فردين هل هم مجموعة عمل هل هو تيم طيب مين اللي هيعمل التدريب ده هل انت عندك كفاءات جوه مؤسستك تقدر تقوم بده يعني هل مثلا ال HR team هو اللي هيقوم في حد لو انت ادارة لو انت ادارة موارد بشرية هل انت عندك unit او عندك division للتدريب والتطوير داخل المؤسسة هل نرجع بقى تاني للمحاضرات الاولى هل انت حجم شركتك اصلا يسمح بده ولا لا وانت قبل ما تجاوب على السؤال ده لازم الاول حضرتك تبقى عارف هل حجم شركتك يستحمل انه انت يكون عندك unit او division للتدريب طيب لو حجمك ما يستحملش بس في مشكلة وجاب لازم تتحل بالتدريب هل حضرتك هتستعين بشركة تدريب خارجية مثلا ايه المعارف اللي حضرتك محتاج تنقلها للموظف او مجموعة الموظفين اللي محتاجين تدريب يعني القصور جاي منين طيب ده ياخدنا في الكلام الى فيه انواع طبعا من الموظفين فيه موظف كفق موظف كفق يعني عنده knowledge والskills والappility بس فقد الرغبة فقد الرغبة في العمل يعني بيقوم بالزبط على قد المهام اللي مطلوبة منه او بيعملها بس متأخر فقد الحافظ هل موظف زي ده محتاج تدريب يعني لو جالك مدير ادارة قالك والله انا التيم عندي تمام الperformance بتاعه تمام ما بقاش زي الاول انت كاتش اقار هتعمل ايه هتقوله طب ما تيجي ندربه هنعمله بردامج تدريبي لأ لانه مش كل المشاكل اللي هتطلع لك في البزنس حلها هو التدريب بقى انت محتاج تدرب عشان تعمل ايه زي ما قلنا من definition انت محتاج تدرب عشان تسد النقص في مهارة حالية او تسد النقص في معرفة مش موجودة لكن لو موظفين اصلا اكفاء وانت عارف انه هم عندهم ال knowledge وال skills وال attitude بس فقدوا الشغف تجاه الشغل مفيش تحفيز مفيش جديد هل في الحالة دي يبقى حلهم عشان يرجعوا على التراك انه هم ياخدوا برنامج تدريبي اكيد لا صح ولا غلط يبقى بالتالي مش كل مشاكل البزنس حلها تدريب طب هتقول لي يا دكتور يعني الناس دي نعمل معهم ايه هقول لي حضرتك ما تديهم تحفيز ما هم كانوا شغالين كويس هم بقوش شغالين كويس يبقى مش مش التدريب يعني هم معندهمش نقص في المعارف هم معندهمش نقص في المهارات هم معندهمش نقص في ال attitude او في ال abilities هم عارفين ال directions بتاعيتهم كويسة جدا هم عارفين ال tasks او ال duties المطلوبة منهم هم responsible enough انه هم يقوموا بالشغل بس ما عندهمش ال passion او ما عندهمش الحافز اللي يخليهم يكملوا الشغل بنفس ال performance طيب نفرض ان هم كانوا بيعملوا target لو هنحن نتكلم عن sales persons كانوا بيعملوا target 150% وبعدين قالوا 100% يعني بيعملوا target كانوا بيعملوا over achievement وبعد كده بقوا بيعملوا achievement العادية هل حضرتك في الحلقة دي هتعملهم action plan او ترفضهم او تدربهم لا لان هو هي انا مفيش حاجة حصلت تخص المعارفة المعرفة المعرفة ما بتقلش المعرفة بسبب الخبرات وتراكمها بيحصل لها accumulation فبالتالي المعرفة دايما بتزيد skills بتزيد مع الخبرات مع الاحتكاكات الاكتر اوكي ال directions هم عارفين هم عارفين ان ال directions ده هم المفروض يتوجهوا اليه طيب النوع التاني موظف عنده الحافظ وما عندوش الكفاءة والكفاءة هنا المقصود بيها knowledge طيب نعمل ايه في الحلقة دي هو ده بقى اللي محتاج تدريب هو عايز يعمل الشغل بس مش عارف يعمل الشغل تاني هو عايز يعمل الشغل بس مش عارف يعمل الشغل يبقى في الحلقة دي انا اعمله سقل للمهارة بتاعته سقل للمعرفة بتاعته اعمله knowledge transfer فير يعمل عن طريق ال experts الموجودين يعمل عن طريق training programs وهنتكلم في انواع trainings وهنستخدم كل واحد ازاي في upcoming slides يبقى اذا الملخص في الموضوع ده مش كل مشاكل البزنس حلها التدريب ومش كل الموظفين محتاجين تدريب وما ينفعش يبقى التدريب هو حل لكل مشكلة موجودة في البزنس تمام طيب اعملنا تدريب عشان حضرتك تبقى عارف بس مكوناته وابعاده وكل حاجة لها components كل function لها components هتقيمه ازاي بعد ما تخلص التدريب هتقيمه ازاي لازم حضرتك يبقى عندك اللي حضرتك هتقيمه به وهنا احنا قلنا في بداية المحاضرة انه في نموذج للتقييم Craig Patrick وده برضه موجود عند حضرتك على البورتل حضرتك ممكن تطلعوا عليه وهو طبعا مش للاختبار هو الاطلاع فقط وانا اتكلم في الاجزاء المتعلقة بالنموذج خلال ال upcoming يمكن هو هنا مش مسميها في السلايد بس ده زي ما بيقولوا كده جرى العرف انه لما تيجي سيرة تقييم التدريب لازم تيجي سيرة Craig Patrick طيب هنروح للجزئية اللي بعدها لازم حضرتك تبقى عارف ان انت او انت بتتكلم عن التدريب انه هو هيعود على البزنس بعوائد كبيرة جدا هل نقدر نقول انه ممكن يحقق competitive advantage اه طبعا تقدر تقول كده طبعا تقدر تقول ومن هنا بقى تيجي اهمية التدريب من هنا تيجي اهمية التدريب ليه لانه عشان تقول لي اهمية لازم تقول لي هو مهم في ايه لازم تقول لي هو مهم في ايه اول حاجة التدريب بيعملك زيادة انتاجية وبيحسن الاداء التنظيمي وبيعمل اكساب للمهارات الجديدة للعملين اللي موجودين عند حضرتك في المنظمة وبيقلل الوقت الضايع وبيقلل الموارد المالية اللي بتضيع اثناء الانتاج هيقلل الوقت ازاي لو عندك مصنع والموظفين اللي موجودين على خط الانتاج اكس بيعملوا الف يونت في ثمان ساعات شغل وحضرتك حطيت ايدك على المشكلة فين وحضرتك دربت الموظفين دول على انه هم اثناء التمان ساعات انتجوا 1500 يونت يعني 1000 يونت يبقى انت حصل عندك زيادة في الانتاجية ولا لا يبقى احنا هنا بنعمل ايه احنا هنا ان احنا نزود الانتاج من خلال التدريب ايه تاني اللي ممكن يكون بيساهم فيه التدريب ويخليه مهم بيعمل اتجاهات ايجابية او بيعمل positive attitude للموظفين تجاه الشركة اللي هم بيشتغلوا فيها يعني لما يكون فيه شركة بتهتم بانها تطورك وتديلك مهارة جديدة وتسقل موهبتك لو انت عندك موهبة لو هي الموظيفة ايما على موهبتك انت لازرتك للمؤسسة دي هيبقى عامل ازاي طب انتو لو اتنين زملاء انتو اتنين اصدقاء واحد بيشتغل في شركة بتدي تدريبات او بتدي برامج تدريبية واحد تاني بيشتغل في نفس القطاع لشركة ما بتديش تدريبات نظرتك انت ايه شركتك ونظرته هو ايه شركته يبقى نظرة الاجابية اللي بيخلق برنامج التدريب اللي بيوفره الموارد البشرية من ضمن المميزات اللي بتخلي عملية التدريب مهمة بس كده هي دي اهمية التدريب لا طبعا فيه حاجات تانية مهمة في التدريب ولازم نعرفها مع بعض زي انه مثلا حضرتك كموظف لما يتم تدريبك هتابقى عندك معرفة بالسياسات العامة للمنظمة والاهداف الاستراتيجية اللي الشركة بتحضر لها تاني حاجة زي ما تكلمنا على فكرة ان انت يكون عندك ريفرشمنت للمعلومات انت النهاردة بيئة البزنس بقت ديناميك جدا وفيها كثيرة فيهمك ان انت تكون عارف بكل المستجدات اللي بتحصل على المستوى الاستراتيجي على مستوى الوظيفي او المهني على مستوى متغيرات السوق على مستوى انسحاب احد الشركات من السوق دخول احد الشركات السوق معطيات اقتصادية جديدة حصلت معطيات سياسية معطيات قانونية لازم تكون ملم بمثل هذه الامور وده طبعا كله بتوفره لك برامج التدريب اللي بتترحى الشركة على الموظفين بعد طبعا ما تكون درست كل تفصيلة فيها زي ما احنا هنتكلم مع بعض التدريب او تحليل احتياجات المنظمة او المؤسسة من التدريب الحقيقة كمان برامج التدريب خلت شركات كبيرة زي ما هم موجودة عندنا في السلايد شركة زي IPM او شركة زي نايك خلاص تحقق مكاسب كبيرة جدا من ورا برامج التدريب اللي بتطرحها او بتوفرها لموظفنا يعني مثلا المثال اللي موجود عندنا هنا لشركة IPM بيقول ستتكلم لزي مانتقين المدع channels من الناس من كبيرة لزي مباشرة بيقول البرامج اللي وفرتها شركة IPM من خلال منصات بتاعتها ومن خلال استخدام الانترنت تمام؟ حصل حراك كبير في مسألة تحويل knowledge لإمبليمنتيشن في طلب كبير وإقبال كبير من الموظفين على مثل هذه الخدمات اللي بتقدمها الشرك شركة نايك برضو في نفس السياق حصل أن هي عملت مكاسب كبيرة جدا السيلز فوليوم زاد وريفنيوز زادت بسبب البرامج التدريبية اللي وفرتها شركة نايك لموظفينها قللت كمان اللي كان بيحصل عندها في الشركة دي أمثلة عالمية لشركات عالمية استفادت ببرامج التدريب وأصبحت برامج التدريب بمثابة اللي بتميز مثل هذه الشركات زي ما تكلمنا في المحاضرات الأولى أن كل شركة لازم يكون لها ميزة تنفسية حد يسألني يا دكتور هل التدريب من ضمن الحاجات اللي ممكن الشركة تنفس فيها في السوق طبعا زي ما حضرتك شايف شركة كبيرة زي نايك بتحقق إراداته بتحقق أرباحه على فكرة المثال ده أنا جايبه من الكتاب التكستبوك بتاع حضرتكو اللي موجودة على البورتل الأمثلة دي موجودة في الشابتر اللي بيناقش مسألة التدريب والتطوير فممكن حضرتك برده لو عايز تستفيد بمزيد من المعلومات وتقرأ أكتر عن الكيسز ممكن حضرتك ترجع للكتاب نروح للسلايد اللي بعده الاهتمام بالتدريب في الشركات هيخليك تقرب أكتر لتفاصيل الشغل يعني إيه أنت النهاردة لما تظهر لك مشكلة أو أنت بتعمل TNA بتاعك أو أنت بتعمل performance management بتاعك في السيستم الخاص بالشركة هيظهر لك مشاكل أنت ما كنتش تارف عنها حاجة قبل كده في hidden gaps أنت ما كنتش شايفها كانت blended بالنسبالك أنت كHR أو أنت كتيم المفروض أنهما بيعمل training need analysis الperformance أو الأداء المتعلق بكل إدارة يندرج أو يشمل على مجموعة من المهام الوظيفية لكل عضو جوه فريق العمل وكل عضو جوه فريق العمل ليه مجموعة من المهام أو duties أو responsibilities خلاص اللي المفروض حضرتك هتتعرف على أماكن القصور فيها أثناء حصر برامج التدريبية لو ما كانش ده موجود لو ما كانش البرنامج التدريبي موجود حضرتك ما كنتش هتعرف عنها حاجة فتقييم الأداء شديد الارتباط وشديد الصلة ده البرامج التدريبية وعملية التدريب داخل المؤسسات ده موضوع خلينا نشوف هنا البرفورمنس جابه نقرب أكتر لطبيعة الموضوع دايماً بيكون عندك desired plan أو desired results أنت منتظرها من خلال إدارة معينة أو من خلال البرفورمنس الخاص بالشركة overall وكمان عندك results أو نتائج تخص actual performance اللي هو بيسموه الفرق ما بين المخطط له والأداء الفاعلي أوكي طيب الشركة ليه أهداف والأهداف المفروض بتؤدي إلى نتائج معينة بس اللي بيحصل على الأرض مختلف يا ترى إيه الحكاية؟ إيه الموضوع؟ الجاب دي جاية من إين؟ طيب تعالوا نشوف كده الموظفين هل الجاب دي جاية من خلال أنه الأداء اللي حضرتك متوقعه من الموظفين لا يساوي الأداء الفعلي لهم؟ يعني حضرتك في مجال المبعاية تحطي تارجت مليون دولار والتارجت اللي بيتحقق أقل من كده أنت مخطط لمليون جوم تم لمية هذه المشكلة اللي زي كده هي مشكلة تدريب جايز مش جايز يكون فيه فقر فيه المعلومات اللي تخص إدارة المبعاية في فرع بعينه في قطاع بعينه مش جايز تكون الخطة التسويقية اللي في إدارة التسويق غير مكتمة الأركان تعالوا نشوف الفرق تعالوا نشوف البرفورمانس جاب جاي منين طيب كلمة جاي منين دي هتفتح علينا باب اسمه باب الأناليسز أن أنت بتعمل بعد ما شفت الفرق أو الفرقات وجبت كل الورق وحطيته على التربيزة بتعمل حاجة اسمه performance consulting needs analysis آه والله إحنا محتاجين نعمل تدريب في الإدارة الفلانية على موضوع الفلاني عشان يكون الامباكت بتاعه positive على البزنس بالشكل الفلاني كويس طيب هل كل المواضيع اللي هتتحط على التربيزة وانت بتعمل analysis بتبقى جاية زي ما قلنا في بداية المحاضرة نتيجة أن انت هتستخدم أداة التدريب في علاجها أكيد لا عشان كده هو هنا بيعمل differentiation بيفرق في الفجر اللي موجود قدام حضراتكو ما بين حاجتين ما بين non training actions و training actions في حاجات هتتحل بالتدريب وفي حاجات مش هتتحل بالتدريب زي مسألة الحافث اللي اتكلمنا عنه في السلايدز اللي فاتت الموظف اللي عنده الكفاءة بس ما بيسلمش الشغل في معاده الموظف اللي عنده الكفاءة بس فقد الرغبة في انه يكمل أعماله وقلنا الحالة اللي زي كده انت مش محتاج ان انت تعمل تدريب انت انت محتاج تدور في function تانية غير التدريب زي مثلا compensation and benefits مش انت قلت انه يا دكتور في بداية المحاضرات وفي التعريف بالوظائف الأساسية للHR انه compensation and benefits من ضمن الوظائف اللي بتساعد وبتساهم في مسألة تحفيز الموظفين ده بالزبط اللي انا أصده دلوقتي انه مش كل المشاكل حلها تدريب طيب عايزين بقى نعمل اللينك اللطيف ما بين البزنس وما بين الترينيج استراتيجيز اول ما قلنا كلمة استراتيجيز تعرف ان هي long term long term objectives فانت هنا عايز تربط ما بين الاكتيفتز بتاعت البزنس بتاعتك او بيسموها البزنس استراتيجيز بالترينيج استراتيجيز يكون فيه نوع من انواع التقالف والتواقم او التوأمة ما بين اهدافك التدريبية وما بين اهداف البزنس عشان ما يبقاش التدريب ماشي في اتجاه والبزنس بتاعك ماشي في اتجاه ما يبقاش مثلا الرئيس مجلس الادارة او عضاء مجلس الادارة بيفكروا ان هم يعملوا توسع توسع للأعمال او الانشطة وحضرتك بتتكلم في ان انت محتاج تدريبات فنية للموظفين اللي موجودين عندك بقالهم عشر سنين كويس ان انت تعزز المعرفة عند الموظفين اللي موجودين بقالهم عشر سنين بس اهداف دلوقتي التدريبية اللي تخص الاستراتيجية انه حضرتك لازم يكون عندك مثلا طالما بتقول توسع يبقى حضرتك هيبقى عندك موظفين جودود والموظفين الجودود ليهم طريق التدريب معين غير الانبوردنج غير انه حضرتك تراحب بيهم وتعرفهم على مديرهم في بروسس هناخدها في الابكوميك سلايدز فانت محتاج تعمل هنا ايه تعمل develop قدرات الموظفين الحالية ليه استخدمت كلمة develop اه ليه ما قلتش كلمة training لأ لان احنا هنا بنتكلم على strategic goals بنتكلم على اهداف مستقبلية طيب بنشجع وبنحمس الموظفين للتشينج اللي جاي احنا عارفين انه فيه تغيير داخل علينا فبنبتدي نأهل الموظفين انه احنا داخلين على التغيير فاحنا محتاجين one two three four فيحصل تهيئة اه نفسية او تهيئة معنوية للموظفين بالتغيير اللي هيحصى ان انت انت تعمل تسويق داخلي لفكرة التعليم انه دايما الموظفين يكون عندهم احنا كنا بنقيم لاحد الشركات بنقيم في احد الشركات في الكمبيتنسز او في الجدرات بحاجة اسمها اجر تولير يعني الرغبة في التعلم الرغبة في التعلم انه يكون الموظف لما تيجي تدعيه لتدريب خلاص ما يقومش ما يقومش التدريب اللي حضرتك عايز تعمله ده ييجي التدريب ويحضر ويتابع ويذاكر اللي حضرتك بتقدمه له من مادة علمية ولما حضرتك تقول له assessment او تقول له انا هختبرك في ده ما يبقاش عنده مشكلة لازم ما يكونش فيه resistance لازم ما يكونش فيه مقاومة لهذه المسألة عشان كده بنقول دايما نعمل promote على مستوى strategic training نعمل promote continuous learning نوفر التسهيلات الكافية يعني هو لو التدريب مثلا online نتأكد انه الفاصيلة موجودة نتأكد ان الناس دي عندها internet connection نتأكد ان الناس دي عندها كمبيوتر نتأكد ان الناس دي عندها بيئة او تدريب صلح مش بس سياسة او استراتيجية التوسع اللي ممكن تبقى موجودة اللي محتاجين نربط بيها استراتيجية التدريب بتاعتنا لا ده كمان فيه مزيد من الاستراتيجيات اللي الشركات بتتبعها موجودة في السلايد اللي عندنا زي مثلا low cost leader اللي هي بيسموها cost leadership اوكي ايه cost leadership انا عايز انافس بالسعر ببساطة انا عايز انافس بالسعر عايز اقدم خدمة او عايز اقدم منتج او عايز اتاجر في منتج بقال سعر موجود في السوق وده ايه علاقته بالتدريب يا دكتور لا طبعا ليه علاقة لانه حضرتك انت محتاج تغير في الطريقة اللي انت بتشتغل به يعني ايه برضو يا دكتور يعني حضرتك محتاج تدرب الموظفين داخل مؤسستك او شركتك او مصنعك على الطريقة اللي هنقالل بها التكاليف يعني مثلا لو في مصنع احنا جبنا مكانة جديدة المكانة الجديدة دي حجم انتاجها بتعمل حجم انتاج اكبر او بتستهلك خطوات اقل او بتستهلك عمالة اقل فبالتالي حصل لكل موظف فبالتالي انت محتاج تدرب الناس على الابروتش الجديد ولا ايه تدريب تيكنيكل تدريب صوفت يعني يعني شوف حضرتك هنتكلم طبعا في انواع التدريب في الابكمنج سلايد شوف ايه نوع التدريب المناسب للإستراتيجية الجديدة انت عايز تعمل ايه الديفرنشيشن والله دي دي استراتيجية مختلف ايه الديفرنشيشن والله حضرتك عايز تعمل ميك دي فرم product or services competitive different او completely different اسف from the others in the industry in terms of the quality انت عايز تعمل حاجة مختلفة تماما عن باقي الشركات انت محتاج تقدم منتج فيه كواليتي مختلف تكنولوجي مختلف يعني مثلا في الموبايل فونز عايز تقدم تليفون بتلات كاميرات معرفش الكاميرا التالتة ممكن تبقى فين او تقدم في التليفون عدسة فيها resolution عالي فدي differentiation strategy بتعايز تختلف عن كل اللي موجود في السوق زي ما ابل كده بتعمل دايما بتختلف بالسيكيوريتي بتاعتها ودايما بتختلف بالoptions اللي موجودة في الproducts بتاعتها فانت هنا النهاردة غيرت غيرت عملت ايج جديد خدت competitive ايج جديدة خدت ميزة جديدة مش موجودة عند مسيلاتك من الشركات في نفس القطاع بترجع وتسألني نفس السؤال طب يا دكتور ايه دا ايه علاقته بالتدريب اقول له حضرتك دا لب بالموضوع انا هنا بشرح ازاي استراتيجيات الشركات وتغييرها بيأثر على استراتيجيات التدريب دا الشيء لزوم الشيء زي ما بنقول كده هتغير استراتيجية تخص الشركة او المؤسسة هتغير بالضرورة او بالطبعية استراتيجية التدريب بتاعتك طيب التدريب ليه بروسس التدريب ليه بروسس يا طرق ايه البروسس اللي تخص التدريب يعني انت عشان تعمل تدريب انت محتاج تعدي على 4 مراح زي ما قلنا كده ايه في الاوتلاين بس انا هخليهم يعني انا هخليهم هبتدي كده معاك من الاول وهدردش معاك وقولك ايه هي ولو تكتب معايا لو تكتب معايا لو انت عايز تفاصيل اكتر خلاص انا هنا طبعا زي ما حالك شايف انت بتعمل assessment و design و delivery و evaluation ماشي بس خلينا كده ناخدهم واحدة واحدة اول حاجة عشان تقول تدريب لازم الاول تحدد ايه هي الاحتياجات التدريبية بتاعتك يبقى تحديد الاحتياجات التدريبية حددت الاحتياجات كويس بعدين بتعمل تحديد الاهداف المطلوبة للبرنامج التدريبي انت بتعمل التدريب ده ليه ايه الاهداف المطلوبة يعني المفروض تطلع من البرنامج ده بايه عشان يخدم على ايه يعني انت لو عايز تزود حجم المبيعات فانت بتعمل برامج مثلا سيلي سكيلز او سكيلز صح فانت هنا بتحدد الهدف من وراء البرنامج التدريبي كويس طيب خلاص حددت احتياجاتك حددت اهدافك من التدريب ايه بقى المحتوى المناسب او الملائم لهذا البرنامج التدريبي ايه المحتوى المناسب المادة العلمية يعني الماتيريال السبورت الماتيريال هل مثلا محتاج الناس تبص على هل الناس محتاج ان انت تاخد الموضوع في شكل براكتيكال ووركشوب وتقسم الناس مجموعات وتديهم شوية جيمز تعرب لهم بها الفكرة هل مثلا محتاج تعمل كيس ستادي او رول بلاي ده كل في التدريب اه طبعا فانت محتوى التدريب بتاعك لازم يبقى جاهز خش بعد كده على الجزء اللي بعده اختيار اساليب وتقنيات التدريب هتمرن ازاي الناس ايه الاسلوب اللي انت يعني مثلا هتشتغل معهم بفكرة التحكي لهم الموضوع كده في شكل حدوت او كي ولا هتعرض باوربوينت وتبتدي تشرح منها ولا هتشغلهم فيديوز هتقسمهم مجموعات وورك جروبز وتبتدي تديهم اكتيفيتز تبتدي تخليهم مثلا يشاركوا خبراتهم تجيب الاكسبرت مثلا في الموظفين اللي الاداء بتاعهم عالي وتستعين بيهم في التدريب وتخليهم يحكوا تجاربهم او تخلي الموظفين نفسهم اللي بيحضروا معك البرنامج التدريبي كل واحد يحكي لك الحكاية من وجهة نظره حكاية الشغل اقصد يعني طيب هل محتاج ودي خطوة تانية هل انت محتاج محتاج تعمل تهيئة للتسهيلات التدريبية بتاعتك البروجيكتور بتاعتك الترينيج روم بتاعتك لو انت هتمرن الناس فيزيكل او لو هتمرن هم بقى اونلاين ده موضوع تاني هل هتستخدم مدرب عندك موجود في الشركة ولا هتروح لشركة التدريب وتستعين بيها ولا هتروح لجامعة وتستعين بيها هتروح لمعهد وتستعين بيه هتروح او شركات تدريب واستشارات وتستعين بيهم وتقول لهم تعالوا انا محتاج عشان تدربوا معايا المجموعة الفلانية او الافراد الفلانيين او فرق العمل الفلانية صح ولا غلط طيب هتتواصل مع المتدربين او المشاركين في التدريب هل مدير الادارة اللي هتتواصل معاهم ولا انت بتتواصل معهم من خلال السيستم طيب ازاي هتنسق المسألة دي احيانا انت بتحتاج تعمل تدريب في اوقات العمل الرسمية للشغل اللي هو بيسموه on job training الناس وهي شغالة كده تمام ممكن تجيبهم في تدريب على الارض الواقع او ممكن تاخدهم ده مش هيبقى اسمه off job training بقى بتاخدهم من من منطقة انهما بيتضربوا على مكاتبهم او في اماكن عملهم لقاعة التدريب بتاخدهم كده تمام بتحدد لهم معاد وجدول تقولهم والله احنا عندنا البرامج التدريبية خلاص خلال الفترة كذا بتحدد لهم المكان بتحدد لهم اليوم بتحدد لهم التوقيت طيب هل البرامج التدريبية دي محتاج بودجت مش فيه كاش هيتصرف يعني انت لو جبت مدرب من بره مش الراجل ده لي اتعاب دكتور ده لي اتعاب او الاسبرت في مجاله ده لي اتعاب طبعا كل التفاصيل دي حضرتك لازم تبع عارف دي مراحل اساسية لعداد اي برنامج تدريبي الاول انت حددت احتاجاتك التدريبية هتدرب على ايه وبعدين هتدرب على ايه عشان ايه الاهداف اللي هتحققها من ورده وبعدين بتحط المحتوى التدريبي بتاعك وتختار الاساليب والتقنيات المناسبة وبتحط التسهيلات المناسبة وبعدين بتستقطب المدربين الاكفاء سواء انسورس او 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 وبعدين بتدعو المشاركين او المتدربين للبرنامج التدريبي وبعد كده بتعمل ميزانية للموضوع والله احنا هنطبع الماتيريال بكذا مش فيه هند اوت ناس هتاخدها وفيه شركات بتدي صوفت كابي عادي طيب طب لو محاضر اكسترنل وانت ما عندكش المادة العلمية دي وجاءت الشركة اللي وردت لك المحاضر ده او المحاضر نفسه قال لك والله انا اتعاب المادة العلمية بتاعتي 10,000 درهم 5,000 دينار 3,000 اكس اي عملة ومش ده جزء من الموضوع طب انت لو ما عندكش قاعة التدريب مش هتروح تؤجر قاعة برا صح ولا غلط القاعة دي مش هتكلف فلوس كويس الورق اللي هتطبع عشان تقييم التدريب وانت بعد ما بتخلص فيه تقييم صح ولا انت عامل اونلاين وممكن تعمله اوفلاين وممكن تعمله اونلاين ممكن يبقى ورق مطبوع او حضرتك بتجاوب على الاسئلة اللي موجودة فيها عشان توقف على مسألة التدريب وهنيجي مسألة تقييم التدريب في اخر المحاضرة خلاص ولا حضرتك عامل جوجل فورم مثلا او عامل سيرفي شيت بت تريين او بت كمبير الاوتكم تو ذا اوبجيكتف زي ما السلايد هنا بيقول طيب لو هنتكلم من السلايد عندك اربع خطوات لو هتاخد اللي انا قلته فيه عندك تسعة خطوات او كي خلي بالك فيه الكلام على فكرة واحد سواء الفيرب اللي انا قلته او السلايد لانه جو كل بوكس من اللي حضراتكو شايفين وفي الترينيج بروسس تمام مجموعة من الانشطة يعني مثلا في الاسسسمنت الجزء ده او البوكس ده انا قلته في تلات نقاط اللي هو تحديد الاحتاجات التدريبية تحديد الاهداف المطلوبة ووضع المحتوى المحتوى يجي بقى في الدزاين قاسف الدزاين يجي بتعمل تري تست للترينيز ودي نقطة زيادة موجودة هنا في السلايد احيانا المحاضر او الشركة عايزة تعرف المتدربين او الموظفين اللي داخلين التدريب دول واقفين عند انهي نقطة معرفة او انهي نقطة مهارة يعني الموضوع وصل لهم لحد اي مد عشان تكمل من بعده لانه احيانا بيبقى في منهجية يقولك طب انا ليه ابتدي من الصفر يعني المحاضر ليه اقولك انا ابتدي من الصفر طب ما ابتدي معهم من اللي هم يعرفوه كويس فيحصل احيانا بري تست عشان المحاضر او الشركة تقف على الاسباب الحقيقية او الاحتياجات الحقيقية اللي المتدرب فعلا محتاجها عشان يسق المهارة او يعزز معرفة معينة اوكي انا قلت لحضراتكم عليه وهو اختيار اساليب وتقنيات التدريب محتوى التدريبي شكله عمل ازاي هقدم ازاي البرنامج التدريبي نعمل الجدول هننفذ الجدول او هننفذ البرنامج التدريبي وبعدين هنبتدي نعمل عملية المونتر للتدريب احيان بيكون فيه ده بيبقى من اضافة التدريب بيحضر مع المحاضر او ممكن تكون ادارة التدريب عندها محاضرين بيسموه in-house trainer او corporate trainer بيبقى راجل عنده مهارات الديليفري عنده المعرفة بالموضوع مذاكر الموضوع كويس اللي الداخل يدرب عليه وكمان عنده مسألة الديليفري القوي يعرف يوصل المعلومة تمام وبيعرف انه هو يقدم تقارير عن المحتوى التدريبي وما تم اثناء عملية التدريب وممكن يكون هو نفس الشخص بدل ما يكون فيكو للمسألة ممكن يكون المحاضر نفسه هو اللي يقوم بمعملية ال-avaluation اللي هو ب-ease ال-outcomes الخاصة بال-training زي موجودة عند حضرتك في البوكس اللي اسمه evaluation لو حضرتكو لاحظتوا الاسهم اللي موجودة ما بين البوكس دي بتتم كده بالترتيب يعني الاول لازم يكون فيه assessment بتحدد احتياجاتك التدريبية خلاص وممكن تكون انت ك-HR اللي بتعمل كده خلي بالك انت ك-HR ممكن تكون انت اللي بتحدد الاحتياجات التدريبية انت اللي بتعمل TNA training need analysis وممكن تكون ادارة منفاصلة اسمها ادارة التدريب والتطوير لو الشركات في فترة من الفترات كان فيه في جمهورية مسألة العربية قطاع التابع او هيئة او مؤسسة طبعا الوزارة الاستثمار اسمها مركز اعداد القاد حاليا فيه حاجة اسمها الاكاديمية الوطنية للتدريب هي دورها انها تدرب على المعارف والمهارات والقدرات اللازمة للقطاعات المختلفة سواء في قطاع العام او القطاع الخاص فاحيانا بيكون فيه انهاوس ترينيج يونت ممكن تكون تابع الـ HR او تابع ادارة الـ HR وممكن تكون برة ادارة الـ HR تكون وحدة منفصلة لو حجم الشركة كبير او ممكن تكون مؤسسة او هيئة بتستعين بيها الوزارات او الهيئات او اتحاد غرف صناعية معين عشان يدعم مسألة التدريب والتطوير داخل الشركات المنتمية لهذه الغرف التجارية يعني مثلا في قطاع السياحة في حاجة اسمها غرف السياحة في قطاع رياضة في حاجة اسمها اتحاد رياضة للعبة معينة بيكون في قطاع تدريب زي مثلا قطاع الناشئين في اتحاد الكورة ده دور انه هو يدرب الناشئين عشان يمد الفريق الاول في كل نادي ب مسألة المتدربين الاكفاء اللي هيستخدمهم هذه الاندية في خوض سباق الدوريات او كؤوس مثلا ده ميسان رياضي فزي ما حضراتكم شايفين لو احنا هنتكلم على سكوب الـ HR فالـ HR عنده كاملة اسمها ممكن هي اللي تقوم بالموضوع من الالف للي وده دورها ده دورها الادارة العليا هي اللي بتحدد اذا كانت الـ HR هي اللي هتقوم بالدور ده ولا هتعهد او هتعمل لادارة اخرى او هتعمل وحدة منفصلة او هتجيب شركة هي اللي تتولي هذه المسؤولة ده قرار استراتيجي بخص الشركة او مؤسسة ليها مطلق الحرية في مسألة ان هي تخضع عملية التدريب لادارة الموارد البشرية او تخليها منفصلة تمام ازاي اقدر احدد المتطلبات او الاحتاجات التدريبية sources of training needs assessment ممكن زي ما هو هنا بيقول organization wide source ممكن عن طريق الشكاوى اللي بتيجي لادارة الHR والله فيه شكاوى بتيجي من القطاع المالي انه الموظفين اللي موجودين في القطاع المالي بيقدموا تقارير في اوقات متأخر يعني دايما طول الوقت متأخرين في تقارير او كل ما يجوا يتواصلوا مع ادارة تانية فيه مشكلة في التواصل او كل ما تروح لهم مشكلة ما يحلوهاش كويس ده مصدر من المصادر الشكاوى بتيجي عن ادارة معانا تظلمات فيه تظلمات بتيجي من العمل اذا انت مثلا مدرسة وانت HR فيها وجات لك تظلمات تخص باص المدرسة دايما بيتأخر ودايما 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 فانت محتاج تعمل تدريب لفئة السائقين اللي موجودين عندك في المدرسة بتاعتك طيب فيه حاجات بإنسدنت بتحصل او حوادث كده بتحصل ممكن برضو تديلك او تنور لك لمبة لو الله الجزء ده محتاج يتحل بالتدريب كويس انت لما بتكون بتشتغل في شركة وتقدم استقالتك او الشركة بتمشيك بتعمل مع الHR حاجة اسمها exit interview مقابلة هي مقابلة انت بتقول فيها اسبابك ورا مغادرتك مغادرتك للشركة اللي انت بتشتغل فيها ايه الاسباب ورا المغادرة والله انا مديري كان فيه مشكلة في التواصل معاه والله انا التقرير اللي كنت بقدمها دايما كان بيطلع فيها مشاكل والله لما كنت ببعت email تمام دايما الاخدارات التانية كانت بتعلق انه صياختي للايميل ما بيوصلش المعلومة كل دي حاجات ممكن تقدر تحدد بها احتياجاتك شركتك ليه للبرامج التدريبية في حاجة بقى تمام انت بتعمل احيانا وبتيجي تقيمها وتقيس العائد عليها للبيزنس فبتبتيج تلاقي انه والله لسه عندك بعض القصور في بعض المهام اللي الترينج محلهاش فانت محتاج الترينج فو الترينج يعني ايه مثال على كده والله حضرتك ادي الترينج على حل المشكلات طريقة حل المشكلات ايه انسب طرق حل المشكلات عملت جبت بقى كونت المحتوى تدريب بتاعك جبت كل المشاكل اللي علاقة بالإدارة خلاص وروحت حضرتك حطيت النموذج ده وكل ما يجي لك طلب لتدريب حل المشكلات حضرتك تروح مدرب على نفس الايه على نفس المنهج اللي حطيت وممكن يكون المنهج ده بقى له 3 سنين بس في كاس جديدة حصلت بسبب انه الشركة مثلا انغيرت حاجات في السيستم او ان الشركة حصل فيها تغيير فبالضرورة لازم الاهداف الاستراتيجية تكون مربوطة باهداف تدريب عشان التدريب ما يكون ش في اتجاه واهداف الشركة في اتجاه تاني فده اجمالا نماذج للطرق اللي ممكن نحصل عليها على نحن نقدر نجيب الاحتياجات التدريبية ازاي اكسدنت كمبلاينز اجزت انيرفيوز وما الى زي اجزاي ما موجود في البوكس اللونو جرين ده طيب ايه تاني وانت بتعمل برفورمانس مانجمينت لإدارة معينة جامع عادة تقييم السنوي لإدارة الأوبريشن ولقيت انه السنة اللي فاتت معظم الموظفين المديرين مقدمين تقارير في تقييم اداء كل موظف منهم انه في بعض المشاكل اللي علاقة بالبرفورمانس هل حضرتك كHR وانت بتقوم بهذه المهمة او المهمة هتغض الطرف او هتغض البصر او هتعمل نفسك مشايف انه التيم ده عنده مشاكل 1,2,3,4,5 او جابس في البرفورمانس طبعا لا لازم حضرتك تاخد من تقييم الاداء وتوفي او تعمل لحتياجاتك التدريبية انت محتاج السنة الجاية تقييم الاداء قدامك انت في مشاكل ظهرة قدامك ماينفعش دول ما عندي فانكشن البرفورمانس ماناجمنت والشباب الموجودين في الHR هم اللي يقوموا بيها وهما اللي يحلوها وهما اللي يصليوها سنة وتعدي وخلاص لا والله في مشاكل في تقييم الاداء في إدارة الابريشن تعالى نشوف ايه اللي محتاج تدريب زي ما قلنا لانه في حاجات تتحل بالتدريب وفي حاجات مش تتحل بالتدريب طيب البوكس التالت ده بيقول لحضرتك انه في مصدر تاني لمسألة تحديد احتاجاتك التدريبية زي مثلا ال انه حضرتك جيد كده وبتقدت تحط نمازج لمجموعة من الاسئلة ايه رأيك في اللي بتجيلك كل شهر كل شهر لما بتيجي تقبط بيتبعت لك عن دريل ايميل ايه رأيك في الخدمة دي من ال HR ده يبقى في مجموعة من الاسئلة في مشاكل ما فيش مشاكل منشوف الاجابات اجابات الموظفين عاملة ازاي على ال طيب والله احنا عندنا قطاع الريتيل كل شهر لازم كده نبعت لكل العملة اللي بيروحوا الفروع survey يحدد لنا attitude الموظفين اللي موجودين في الفروع عاملة ازاي اجابات الكست المرزع علينا هتحدد لنا اذا كان عندنا جاب في الجزئية بتاعت الاتتتود ولا لا طيب الريكوردز الكول سنتر مكالمات المسجلة مش فيه قسم اللي قاعد بيرائب اسمه quality assurance قاعد بيرائب الموظفين وبيشوف بيتكلموا مع العملة ازاي المشاكل اللي بتطلع من خلال هذا التقييم او النقاط اللي محتاجة دعم في شخصية الموظف او البروفايل الموظف عشان يكون احسن يقد الخدمة بشكل احسن او بيتواصل بشكل افضل المشاكل اللي بتطلع نتيجة هذا التقييم مش محتاجة برضو انه حدك تبص عليها وتعتبرها من ضمن المصادر اللي بتعتمد عليها في تحديد احتياجاتك التدريبية طيب الاختبارات في بعض الشركات الشركات الطيران بتعمل الاختبارات بشكل مستمر للموظفين اللي بيشتغلوا في الصيانة اي بينزل على المحرك تمام لازم بيتم اختبار التكنيشنز اللي بيشتغلوا هناك والمهندسين اخبار الاختبارات دي ايه كل دي مصادر تقدر تحدد بها في شركتك او في مؤسستك احتياجاتك التدريبية عشان تبتيت تقدر تحط الخطة بتاعتك طيب زي ما قلنا انت بتعمل كده بتعمل ده او بتعمل ده عشان تعمل حاجة اسمها وتعريف هي انت واقف فين وعايز تروح فين باختصار كده انت واقف فين وعايز تروح فين ليه بقى لانه هنا في جزئية مهمة جدا لازم نتكلم فيها لو تفتكروا في بداية المحاضرة قلنا انه مش كل المشاكل بتتحل بالتدريب ليه عشان فيه فرق ما بين can't do won't do model يعني ايه فيه موظف قادر يعمل الوظيفة وفيه موظف مش قادر يعمل الوظيفة يعني ايه فيه موظف مش قادر يعمل الوظيفة يا دكتور مش فيه موظف كسلان اه فيه موظف كسلان عينته بس كسلان ابتدى يظهر لي في الاول ان هو متحمس وداني شغل شهر وشهر وبعد كده كان بيداري قصة انه كسلان مش عايز يقوم بالوظائف فيه موظف معتقد ان هو بيقبض اقل ما يستحق underpaid بيسموهم underpaid ده ما بيقومش بالشغل كما ينبغي يبقى بيين لك ان الشغل واقف او متعطل نتيجة اسباب غير اسباب الحقيقية اللي احنا بنتكلم فيه هو ما بيشتغلش عشان هو underpaid هو بياخد اقل ما هو بيستحققه من وجهة نظره او ممكن يكون في بعض الاحيان عشان نكون صادقين بيظلم بعض الكفاءات ممكن يكون فيه واحد عمال يعمل وبيزاكر وبياخد كورسات وبينمي نفسه وعمال يكبر في مخه يكبر في مخه من حيث العلم والمهارات وحضرتك مش حسس بيك شركة ممكن هو مش عارف يبين شغله وممكن يكون الوظيفة اللي هو بيقوم بيها مش مساعداه ان هو يظهر كل امكانياته اوكي دي حاجات لازم حضرتك تكون بتفكر فيها وانت شغال طيب الموظف اللي عنده الحماس ان هو يقوم بوظيف معينة او مهام معينة بس الوظيف ما بتتم اللي هي can't do can't do ما بيقدرش يعمل الوظيفة ما بيقدرش ليه ما بيقدرش يعمل الوظيفة لانه عنده مشكلة في النالج يعني انا ينفع تدرب عن النالج يا دكتور طبعا طبعا ينفع تدرب عن النالج منتج جديد نزل اوكي منتج جديد نزل بس هو ايه they don't have the material or the equipment to do the job هو ما عندوش المتيريال اللي يقدر يقوم بيه بهذه الوظيفة اللي هيك طالبها منه فانت محتاج هنا resources هنا هو مش قادر يعمل عشان مش عارف هو مش قادر يعمل عشان مفيش tools حضرتك مش مديله التولز مش قادر يعمل عشان مفيش stuff كفاية مفيش يعني مثلا الشغل اللي يقوم بيه عشرة حضرتك مديل تلاتة انت عامل location غلط الادارة دي محتاج عشرة يقوموا بالوظيفة دي فانت بيين لك انه مش عارف يعمل الوظيفة لأ حضرتك هو مش عارف يعمل عشان مفيش stuff فاتقوم تدي له تدريب لأ الكيس دي مش محتاج تدريب الموضر اللي احنا بنتكلم عنه can't do can't do ده لازم حضرتك تعمل حاجة اسمها attribution انت بتعزي او بتفكر في ايه لما اقولك انه الموظف ده مش قادر يعمل شغله مش قادر يعمل شغله عشان هو كسلان فما تديروش تدريب ده كسلان يبقى توقف على الاسباب الحقيقية وراء انه مش قادر يعمل وانت هنا بتعمل جاب analysis فانت لازم تفكر في كل حاجة هل الرجل بتقول انه الرجل ده كسلان لا والله اده موظف جديد هنعرف منين طب ما هو في البروبريشن بيريود مش في حاجة اسمها تلت شغور اختبار في اول الوظيفة اه في تلت شغور اختبار طيب ما هو كسلان انت هتصبر عليه ليه لو كسلان وما قامش بشغل وخلال اول تلت شغور لها فترة الاعداد ماشي ما تدروش تدريب بس اتأكد انه ما بيعملش الشغل عشان كسلات طب اللي ما بيعملش الشغل عشان ما فيش ماتيريا لتساعده يعني مثلا دكتور جامعة قدخل درس قلتله قدخل درس انت كجامعة قلتله قدخل درس مادة وما دتلوش الكتاب اللي هشتغل به والدكتور ما عندوش الماتيريا اللي هشتغل بيها المادة العلمية وما عندوش انترنت وها الجامعة اصلا قيمة اونلاين يبقى هيقوم بشغله ازاي ما عندوش حاجة تدله تدريب انت كإدارة HR تحدد انه الدكتور الفوراني ده محتاج تدريب لا طبعا مش حل هو التدريب يبقى هو ده الموديل اللي احنا بنتكلم عنه واحنا بنعمل جاب اناليس ناخد بالنا من الاجزاء دي مهمة جدا طيب الديزاين بتاع الترينينج محتاج تروس زي ما حضراتكم شايفين بتاعتك شكلها عاملة زي اوكي الترانسفير هيتم ازاي يعني انت ازاي هتقدر توصل ايه المودريتر او ايه الميديم اللي هتوصل بيها ايه الميديا اللي هتوصل بيها المسج بتاعتك اوكي المتدربين نفسهم عندهم استعداد دي على اصل كلها لازم تاخد بالك منها وانت بتعمل البرنامج التدريبي بتاعك او هتعمل برنامج تدريبي من غير ما تتأكد انه الناس اصلا عندها استعداد تضرب ولا لا لانه ممكن يكون جايلك القاعد اتضرب هو مش اصلا باللاحظات بتقوله فهتلاقي عمال بيهز راسه طول الوقت ما عندوش الموتف انه اسمعك هو موجود هو مقتنع انه جاي في المجان الغرض فعشان كده انا لو انتو مهتمين تشتغلوا بالHR بعد مسألة الدراسة لازم تتأكدوا وانتو بتعملوا برامج تدريبية ان انتو مش جايبين الناس بالعافية عشان تتضرب انتو شخصيا لازم وانتو بتتفرجوا على المحاضرة دي قاعدين مستمتعين مش بتدرسوا المادة عشان مفروض عليكم لان انت لما هتكون مستمتع باللي انت بتعمله تحصيلك هيزيد ولما تحصيلك هيزيد معرفك هتزيد ومهرتك في التعامل مع الموضوع هتختلف هتكون احسن فدي عنصر من اهم العناصر اللي حضرتك لازم تفكر فيها وانت بتضع البرنامج التدريب بتاعك لها Learner Readiness عشان التروس دي لما هتتجمع مع بعضها هتعملك Learning Objectives اللي حضرتك عايز طيب في المسألة دي زي ما قلنا كده مستعداد للشخص المطلقي ان هو يسمعك خلاص ويكون كمان عنده بيبقى دورك ان انت تخلق له الموتيفيشن انت بتفهمه وانت بتبعت له Invitation حضرتك هتتعلم ده ليه ايه اللي هيعول عليك لما تتعلم ده مش انت جاي تتدرب وخلاص لازم حضرتك كده تدي له Syllabus بتاعته تقول له Learning Objectives بتاعته انت هتتعلم الكورس ده او هتتعلم التوبك ده او هتتدرب عليه عشان حضرتك هتتعلم One Two Three Four احيانا بيكون عند المتدرب الدافعية ان هو يتعلم او يتدرب بشخص زي كده او اشخاص مثل هؤلاء هيساعدوك جدا في ان انت تتحقق اهدافك في style زي احنا قلنا اختيار اسلوب وتقنيات التدريب التعاون مع الاشخاص البلغين لطريقة عشان تفهمها وعشان تفهم ال style اللي انت هتتعامل بي اسأل نفسك كام سؤال Have need to know why they are learning something وما ليه بتعلموا الشيء ده طيب Have need to be self-directed انت بتتعامل مع بلغين Don't tell them what they have to do انت بتقول همش يعملوا ايه وما يعملوش ايه انت تطرح عليهم المسألة وتسيبهم يتصرفوا بناء على ال directions اللي هم يحددوها طبعا كل ده في ال framework اللي بتحدده البزنس لان انت هنا لما بتيجي تدرب انت بتدرب عشان تحقق اهداف المؤسس فبالتالي انت بس بتديهم framework وتسيبهم هم يتصرفوا وخليك متأكد ان هم هيبروك خليك دايما قريب للwork relevant او related experience into the process يعني لو انت بتضع الحقيبة التدريبية بتاعتك او بتحط المحتوى التدريبية بتاعتك او الانشطة التدريبية بتاعتك خليك قريب لطبيعة شغلوه يعني لما تكون بتضرب ناس technician خليها دايما حاجة practical لانه الناس دي بتؤمن اكتر دي الشغل بالايد لما بتكون بتضرب ناس finance لازم تتكلم معهم بلغاته لازم محتوى التدريب بتاعتك يكون بيلامس الwork experience بتاعته طيب are motivated by both internal and external factors هيأثر على المتدربين التدريب ده داخليا وخارجيا ازاي في بيئة العمل وخارج بيئة العمل لازم دايما اهدافك التدريبية بتبقى متبطة باهداف المنظمة واهداف الشخص نفسه لانه اكيد 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 الشخص دايما بيدور على الحاجة او الافادة اللي موجودة في الموضوع يعني عليك وانت قاعد دلوقتي بتتفرج على المحاضرة انت عايز تعرف يعني ايه تدريب ايه علاقته بالHR لما تيجي تعمل برنامج تدريبي ايه الكمبوننس بتاعته المكوناته ايه فانت بتدور على الافادة بتاعتك من وراء الموضوع نفس الكلام بالنسبة لأي participant بيدخل برنامج تدريبي اوكي في type of training في technical training حاجة ليه علاقة بفنيات الشغل بالtechnical بالtechnical في اي شغل اي شغل في technical side حتى لو يبين انه يعني مش لازم الشغل يكون بال يعني باللسان بس يعني مثلا لو راجل ودور انه يبقى وحدات عقارية خلاص في جزء في الموضوع طبعا لازم الراجل يبقى فاهم مقاسات ولازم يبقى فاهم تشتباط ولازم يبقى فاهم الفروقات ما بين اليونتس وبعضها اجزاء تكنيكا لتخص الموضوع لو انت بتشتغل في جامعة لازم تبقى فاهم يعني اعتمادات وكود كل اعتماد ويعني محتوى تدريبي ويعني اي تصميم تدريبي ويعني اي evaluation الشهادات اللي مش معتمدة تعمل enrollment المين تعمله امتى تبعت للجامعة تقول لهم الراجل ده تسجل ولا ما تسجل رحل الدراس وتكلف وقدي اي الشهادة تطلع امتى كل دي اجزاء فنية ففي تدريب بيكافر الجزء التكنيكال من الشغل وفي حاجات تانية بتبقى ليه علاقة ب الاي الصفت من الموضوع لما تيجي تحقق اهدافك تحقق ها ازاي ب انهي جدارة تيجي توجهك مشكلة تحلها ازاي لما تيجي تعمل تعمله ازاي وده نوع تاني من التدريب اللي بيركز على انه انت عايز وانت بتحقق الاهداف في مجموعة من المهارات لازم تبقى موجود الموضوع مش تيكنيكا فقط لا في بعض الجدارات المهمة اي وظيفة زي 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 صح طيب دي محتاجة تدريب اه طبعا طبعا يعني مثلا مهارة التفاوض هل حد فينا يقدر ينكر يعني دي مهارة لازم تبقى موجودة عند اي محامي لو شركة بتقدم خدمات قانونية وبتدخل في حل النزاعات ما بين متخصمين هل مهارة التفاوض option في الحالة زي كده اكيد لا هل في تدريب وفق المستوى التنظيمي يعني في تدريب للميدل مانجمنت وفي تدريب للتوب مانجمنت وفي تدريب للفانكشن طبعا بنقدر وانا بتكلم عن انواع التدريب اتكلم عن التدريب وفقا للهيكل التنظيم كويس طيب في تدريب customized على التايم لاين اه طبعا في احتياج لتدريب عاجل وفي احتياج للتدريب يؤجل لفترة زمنية معينة يبقى الزمن هو العنصر اللي بيحدد لي هدرب امتى اوكي طيب نوع الموظف نفسه يعني نوعه نوعه يعني الموظف ده من الموظفين اللي بيتضربوا هنا بقى يدخل فيها انماط الشخصيات التدريب بتاعهم لازم يكون مرئي لازم يكون سماعي لازم يكون فيه تشارك بيسموك cooperative لازم التدريب يبقى اونلاين ولا اوفلاين ده برضه نوع من انواع التدريب التدريب المهني اللي ليه علاقة بالاشغال اليدوية والفنيات ليه علاقة فك وتركيب وتصميم وصناعة بعض المنتجات اللي محتاجة مهارة فنية معينة تدريبات الادارية المانجمنت المانجمنت فيها اكتر من اسلوب ونوع من انواع التدريب وفيه تدريب المدربين اكيد حضراتكم سمعتوا عنه قبل كده اللي هو train of the trainer المدربين نفسهم محتاجين يتدربوا قبل ما يمرنوا حضراتكم انا قبل ما اكون متدرب قبل ما اكون مدرب كنت متدرب قبل ما اكون مدرب كنت متدرب كنت موجود في classroom وكنت قاعد بسمع ازاي تقدر توصل المعلوم ايه ايه اصلا المعلوم دي كلها انواع من انواع التدريب والفجر اللي جاي بيوضع لحضرتك في شكل نسب مقاوية ممكن كل واحد منهم ياخد نسبة وده طبعا بناء على دراسة معمولة مصدرها موجود عند حضراتكم عند lift sign يقول لك مثلا technical process and procedures بتاخد 13% من capacity بتاعت الشركة دي professional skills بتاخد 11% تمام basic skills بتاخد 5% product knowledge بتاخد 6% اوه هنا بيقول type of training بالpercentage بتدي لك نسبة مقاوية كل تدريب من دول ممكن يكون بيمثل كام في المية بالنسبة للموظفين الجدد فيه بعض HR بيكتافوا بس ان هم يقول لهم والله ده مكتبك ده الكمبيوتر بتاعك ده اليميل بتاعك ده تعرفوا على الأفضل العناصر اللي موجودين والعناصر اللي هتساعد فبتعمل favorable impression للموظف انه هو بيكون داخل على مكان بيشوف الإيجابيات اللي موجودة فيه فيتشجع ويكون عنده موتيف انه هو يديك أحسن معادي النيو كامر محتاج من حضرتك أو محتاج من حضرتك ان انت تديله كل الانفورميشن اللي تخص شغله عشان يقدر يكوب معاك ويدخل معاك فيه ثقافة الشركة بشكل سريع حضرتكو عارفين انه فيه نوع من الموظفين تمام بيبقى فاهم ان الموظف ده جاي نفسه جاي ياخد مكانه جاي ياخد كرسيه لا طبعا مش حقيقة وبيبخل عليه بالمعلومات وده بيحصل على الارض الواقع دور الـ HR انه هو يتأكد انه كل الانفورميشن بتوصل للجونيورز او نيو كامرز حتى لو هو تايتل حتى لو جاي على كما ينبغي ان يكون لو فيه قاعدة بيانات يكون له اكسس عليها لو فيه وورك بوك جايد لازم يسلمها لو فيه هستري يخص ايميل زي معانا محتاج انه يطلع عليها تمام لو فيه مانيول ياريت لو فيه ويكي او داتابيز او وورك سبيس يخص الانفورميشن يلا غزي الموظف الجديد بكل المعلومات عشان يقدر انه يدي لك شغل في اسرع وقت الكوورك الكوورك الاكسبسنس اللي هو القبول العام في بيئة العمل انه شخص يحس ان هو مترحب به لانه فيه ناس على فكرة بتروح شركات وبتقدم استقلتها بسبب انها مش قادرة تحس بالاندماج مع زملاء العمل حس ان هو منبوز دايما قاعد لوحده في البريك مفيش حد بيساعده مفيش حد بياخد الانشت في انه يميديله ايده ويديله معلومة دي مشكلة اه طبعا مشكلة لو هي مش مشكلة ما كانتش تكتبت في كتاب كبير زي اللي احنا بنتكلم عنه ودينا بيدينا معلومات قيمة الحقيقة اوكي ما بين المؤسسة طب وده اي علاقة لازم طبعا الموظف الجديد يعرف دور اللي بتقوم بين المؤسسة على المستوى الاجتماعي من حقه يعرف الراجل ده هيتحاسب على ايه هيتحاسب على ايه اساس عشان لما يغلط يتعاقب او ياخد بتاعته ولما يعمل حاجة كويسة ياخد بتاعه لما يكون فيه يبقى فاهم هو بيتحاسب على اي اساس انتاجيات وشكلها عاملة ازاي البينش مارك اللي ما ينفعش انقل عنه كل التفاصيل دي لازم عن طريق حاجة اسمها او 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 انا مش بقولك اعمل كل ده او في يعني هات النيو بتاعتك وشكلها عاملة كذا والبروفيشن لكو عاملة كذا تعالوا تعرفوا على الناس لا اسمها اعمل مثلا يوم تعرف بالناس ببعضها اعمل يوم اعمل يوم كذا ممكن تاخد يوم ممكن تاخد يومين ممكن تاخد اسبوع ممكن تاخد شهر ممكن تاخد ثلاثة المهم انه يحصل اندماج وتدريب بشكل البروفيشنل ومستوفي كل البروفيشنل اللي انا بقول لحضرتك عليها لان هي لو مش مؤمة ما كانتش تكتبت لو ما كانش انه الموظف الجديد يحظى بقبول مهني تجاه زميله في العمل وزميله يتعاملوا معاه بشكل يدوله انه هو مرحب به هو عمره ما يقدر يدي في الشغلة لانه هو مش هيحس انه ينتمي للايه للتيم ده فبالتالي مش هيقدر يطلع احسن حاجة موجودة عنده كويس طيب عشان تعمل يكون effective لازم تقوم بمجموعة من الخطوات زي ما حضرتك شايف كنت زي ما حضرتك شايف prepare prepare new employee هنعمل لأيه هيقعد فين فين الكمبيوتر بتاعه اتعمل له username على domain ولا لا لأ اتعمل اتعمل ايميل ولا لأ لو لي business line استلم ولا ما استلموش هيستلم لابتوب ولا بي سي عادي اتعمل انه في موظف جديد داخل ولا لأ طيب في حد هيتابع ويشرف على اداء الموظف الجديد ده هل في checklist المفروض الموظف الجديد ده يمشي عليها عشان ما يغلطش والمنتور بتاعه او الشخص اللي هيشرف عليه او هيرقبه هل هو عنده checklist دي ولا لأ عشان موظوم يكون random او عشوائي بنوصل هل ولا مش بنوصل هل طيب بنوصل المعلومة ليه بشكل efficient ولا لأ لازم حضرتك تبقى وانت بتعمل orientation ل new employee consider كل العناصر اللي انا بتكلم عليها عشان حضرتك يكون عندك ما يدعى بال effective new employee orientation ما تدروش اكتر مما ينبغي من معلومات لانه ممكن يكون مش هيستوعبها ممكن تكون هتلغبطه ممكن تكون المعلومات دي مش مؤثرة عليه في مستوى الوظيف ده لهو مش محتاجها avoid information overload ما تدينيش الموظف اكتر مما ينبغي وخصوصا لما يكون لسه جاي عليك الشرك كل ده في orientation اه هل orientation تابع training اه evaluation and follow up احتاج تقيم طول لانه من غير رقابة من غير متابعة من غير evaluation حضرتك هتعرف مستوى الحقيقي ازاي طيب في بعض الاشياء لازم تاخدها في عين الاعتبار وانت بتعمل delivery او بتعمل conducting ل training الخاص بيك خلاص طبيعة training نفسها شكلها عاملة ازاي هل training اللي احنا محتاجين نعمله المفوض تعمل في lab يعني يكون في computers ويكون في systems ويكون في network وهو ما ينفعش تكون حضرتك بتضرب على system جديد في الشركة وحضرتك تجيبهم في training room وتفتح لهم شاشة على الprojector وتقول لهم والله انتوا عشان تعملوا الحاجة الفلانية تدوسوا على الحاجة الفلانية ما ينفعش اوكي اللي حضرتك هتمرن فيه هل هو مناسب هل فيه interruptions يعني انت مثلا مختار قوضة في مبنى الشركة كل شوية يحصل فيها interruptions و customers بتيجي و meeting rooms المفروض مفروض تتعامل وحضرتك واخد الغرفة من غير ما تبلغ لشؤون الإدارية انه فيه تدريب بتعمل ولا حضرتك مختار training room اللي هي المفروض الشركة قيلة عليها عشان حضرتك تبقى كاتب نوت من برا وممنوع الإزعاج ممنوع التدخين ممنوع الانترابشن محدش هيخبط عليك لانه ثقافة الشركة عارفة انه غفة التدريب ما ينفعش كل شوية حد يخبط عليك ويقطعك ما ينفعش حد يعمل لك إزعاج ما ينفعش اتنين موظفين يوقفوا يتكلموا بصوت عالي برا وحضرتك قاعد تسمع طيب المهم جدا احيانا اللي بيعمل الحقائب التدريبية او بيعمل الانشطة التدريبية في الشركات بيخفل عن هذه النقطة ليه لان انت كل ما بيزيد العدد احيانا معك انا فاهم ان الوبينارز بتبقى احيانا ان المدرب بيقول اللي هو عاوزه احيانا ما بيبقاش بقى الترينر بيبقى أو بيقول بيقول تعليمات فتايما طول الوقت المعلومة طلع من الانستركتور رايحة للمتدرب هو قاعد بيسمع وبيحصل وانت ونصيبك في الموضوع في التحصيل لكن في الترينر الموضوع بيكون فيه تفاعر بيكون فيه مشاركة خبرات زي جلسات النقاش كده اللي احنا بيه بنعقدها كل اسبوع حضراتكم بتسأله اسئلة بتقولوا ملاحظات انا بقول معلومة حضراتكم بتقولوا معلومة بيبقى فيه مشارك العدد الكبير احيانا ودي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها بيفشل المسألة ليه بيفشل المسألة لانه النهاردة لو كل واحد انت مثلا في الترينر فيها 150 ولا 200 واحد ولا 300 واحد لو كل واحد سأل سؤال الوقت هيروح في الاجابة على اسئلة ومش هتوصل للمحتوى التدريبي بتاعك فالاعداد لازم حضرتك ترعيها وانت شغال على البرنامج التدريب بتاعك العدد يكون مناسب عشان الموضوع ما يفلتش منك كمدرب او كإدارة تدريب طيب اللي هو التدريب الداخلي اللي بياخد كذا شكل خلاص في حاجة اسمها OGT اللي هو التدريب On Job انت حضرتك مثلا موجود في كول سنتر خلاص فانت نيو كامر في واحد قديم قاعد بيرد على المكالمات فبقى جيب كرسي وتعال انا بقى كإدارة HR وبقى ديلك تعليمات اقعد جنب الرجل القديم ده اسمع هو بيتكلم ازاي في نوع تدريب كده اه ده في شركات كتير جدا بتعمل كده اسمه Shadow Wing بيقعد بيلاحظ بيعمل Observation بيكتب ملاحظات بيعمل Monitoring بيشوف نيو كامر ده بيبقى يشوف الرجل ده بيتكلم ازاي خلاص وطبعا ممكن بقى واحد يقول كلمة برا السياق حد يقول معلومة غلط الموظف نفس يكون عنده attitude issue خلاص فالموظف الجديد يتعلم غلط الموظف الجديد يتعلم غلط ممكن يحصل تشويش على الموظف الجديد وما يبقاش عارف ايه الصح و ايه الغلط مفيش منهجية يعني مبيمشيش 1 2 3 4 مفيش framework للموضوع المعلومات اللي بتحصل according للكيس اللي بتحصل زي ما قلت ترك shadowing في كل center موظف قديم جنب موظف جديد انت ما عندكش منهجية للموضوع case by case زي ما بتستقبل المكالمة انت كexpert او حد قديم قاعد في call center بيتعلم منك الشخص الجديد ممكن تبقى hard call ممكن يبقى مكالمة انا ياسف فيها اشتيمة صح ومش ده العادي يعني مش ده العادي في الشغل ان انت تبقى قاعد بترد على hard call او ان انت تتشتم فالموظف الجديد هياخد عندك negative vibe فبالتالي حضرتك انت بتنقل حاجة غير تقليدية لموظف جديد فيفتكر انها تقليدية فيقولك لا انا ممكن ماكملش لا انا مش عايز اشتغل الشغلالة دي لا انا بتعلم غلط لا انا مستفد ش حاجة لا الرجل اللي قاعد جنبي فيه عنده مشكلة في الرد بيرد على الناس بشكل aggressive ودي بتحصل كتير طيب الموظفين الجداد او حتى القدام طوال الوقت بينقلوا اخبار الشغل بينقلوا اخبار الشغل سواء بطريقة official او بطريقة مش official الطريقة اللي مش official بيسموها الـ rumors الناس اللي بتنقل الاشعاعات وبتنق عن الشركة وبتقول لك معلومات الصحيحة وبتبني كلام على كلام وبتكتزق كلام من كلام ده كله بيعمل مشاكل كبيرة جدا في الشوك حتى هو هنا سموه informal training انت مثلا عندك new camera تمام جالك في HR وانت معندك واحد التدريب او ادار التدريب بتعمل ايه يعني انا احب حضراتك يرد عليها بصراحة انت في شركة ما فيهاش واحد التدريب والHR فيها HR journalist راجل ممارس عام يعني هو بيعمل جزء من كل موضوع يعني في البرسونال بيعمل جزء في الترينيج بيعمل جزء في البرفولمانس بيعمل جزء فهو مش فاضي لو جاله عشرة ان هو يعود مع العشرة او يعطل شغله عشان يمرنهم على التكنيكا الخاص بشغلان معانا لو هو مثلا محاسب جاي فاكيد الHR مش هيعلمه المحاسبة هو بيودي ادارة الحسابات وبيخليه يعود مع فرقة العمل بيشهد جنبها زي ما قلنا كده في المسألة بتاع الكل سنتر او بيقعد يشوف المجموعة بتشتغل ازاي ويتعلم بال يقعد يسمع ويشاهد ويجرب ويطبق وهم يبتدوا تبتدي الادارة دي وخلي بالك ويحصل في شركات كتير تدي له بعض المهام تقول له خد يعمل حاجة فلانية فيغلط فلا يقول صح بتاعها كزا فطبعا بيطول جدا مسألة الترينينج وبيعتمل على المشاهدة صح بقى غلط الاكسفيريان صح غلط تمام هي فبالتاني انت مش هتقدر تحاسبه ومش هتقدر تقيس الراجل ده تعلم ايه وما تعلمش ايه غير بنسبة الاخطاء اللي بتحساب وده طبعا بيدر البيزنس طيب هنا بيتكلم على ستاجز او 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 جوب نحن حضرتك بتعملها عشان ال OGT اللي احنا تكلمنا عن ال On Job Training واحنا ادينا مثال بيها فمش هنستفيد فيها اكتر من كازو ال External Training ان انت بتستعين ببيت خبرة بتستعين بمحاضر خارجي معهد خارجي ادارة تدريب خارجية هيئة خارجية على حسب شكل منظمتك تمام؟ يعني طبعا كل شيء بيبقى له مميزات وليه عيوب كل شيء بيبقى له مميزات وليه عيوب يعني مثلا لو هنتكلم عن عيوب المسألة بتاعت انه والله بيجي لك مدرب برا ثقافة شركتك فهو بيجي يتكلم معاك من الإطار النظري للموضوع من الإطار النظري للموضوع وهو ميبقاش إن قوي معاك في How does it work ازاي انتوا بتشتغلوا ازاي تفاصيل شغلوك وثقافة الشركة عاملة ازاي ممكن اه ممثل الHR اللي بيعمل الاتفاق مع الجامعة او المعهد او بيت الخبرة ينقل له جزء من الحكاية ووقتها يكون بيتجمل يعني بيقول له جزء من الموضوع لكن على الارض الواقع مين اكتر واحد ممكن يكون اوير بثقافة الشركة الموظف اللي بيشتغل فيها فبالتالي بيبقى احيانا فيه lack of expertise عن صخافة الشركة زي ما قال السلايد هنا بيقول ممكن يكون لها برضو may be less expensive to the outsource training يعني او ممكن يكون اقل تكلفته من outsource training احيانا الشركات بتحسبها cost and benefit analysis يعني الراجل ده لو انا جبت موظف داخلي وخليته يدي برامج تدريب عندي انا هتفعله مرطب في الشهر كل اللي ادي كده طب انا ما بديش مثلا ما عنديش حجم الشغل اللي خليني ادفع لموظف كل شهر ما هي او مبلغ او مرتب طب انا اروح لشركة انا بعمل خمس ست برامج تدريبية في السنة اتفضله تماما لخمس ست برامج ووفر على نفسي مرتب كل شهر للموظف فطبعا لها مميزات وليها الشرك التاني او من انواع التدريب اللي هو مؤخرا واللي احنا بنشتغل على اساسه دلوقتي اللي هو الـ e-learning training او الـ online training خلاص الـ definition بتاعه وبيقولك انه في بعض المعايير بيقولك انه في بعض المعايير هو هنا في السلايد حصالك تحت باند الـ external training هو الـ online ممكن يبقى internal الحقيقة وده وجهة نظر يعني ممكن يبقى internal وممكن يبقى external مش شرط انه هو يكون external بس طبعا الـ online زي ما حضراتكم عارفين محتاج بعض الفاسيليتز محتاج انه حضرتك يكون عندك كمبيوتر محتاج انه يكون عند حضرتك لابتوب محتاج انه يكون عند حضرتك internet connection محتاج انه يكون عند حضرتك بيئة ملأمة عشان تقدر تستقبل فيها الكورسز بتاعتك او المحاضرات بتاعتك تمام الـ online training الحقيقة بيوفر في بعض الشركات وقت ان انت تجمع المتدربين من اماكن مختلفة يعني مثلا تخيل انت شركة ليك زي مثلا جمهورية مصر العربية هنا عندك 27 محافظة وعندك فرع في 27 محافظة فانت محتاج عشان تدرب مجموعة موظفين معينين في كل محافظة تمام ان انت تستدعيهم من محافظاتهم ففيه مثلا لو المركز الرئيسي موجود في القاهرة فانت بتبع تجيب الموظفين اسكندرية وتجيبهم من شمال سينة جنوب سينة وتجيبهم من أسوان من اللقصر طبعا فيه مصاريف انتقالات وفيه وقت بيروح لانه فيه opportunity cost هما جايين يتدربوا على برنامج تدريبي المفروض ان هما يكونوا موجودين في أماكنهم بيقوموا بعض أشغالهم الروتينية اليومية ففيه طبعا وقت وفلوس ومجهود رايح في حتة ان انت بتجيب الناس من أماكن مختلفة عشان تدربهم على برنامج تدريبي معين او تعمل لهم knowledge transfer او تعلن عن بداية مشروع جديد او تعمل سمينار او ما إلى زيك فالونلاين وفر عليك المسألة دي وفر عليك مسألة ان انت مسألة المسافات احنا النهاردة بنتدي محاضرة فيه مننا موجود في دولة الامارات العربية فيه مننا موجود في المملكة العربية السعودية فيه مننا موجود في اليمن موجود مننا في مصر يعني من أماكن مختلفة فبناعا عليه الانلاين تمام قدر انه هو يضيف لمسألة التعليم بشكل كبير جدا بس برضو فيه تحديات انه فيه ناس ما بتقدرش تكوب مع الانلاين ترينينج يعني فيه ناس ما بتعرفش تتعامل مع الكمبيوتر فيه ناس ما بتعرفش تتعامل مع التكنولوجي فيه ناس لو حصلت عندها مشكلة في الكونيكشن ما بتعرفش تعمل ترابل شوتينج فيه ناس ما بتعرفش تكونيكت اصلا على الان والواي فاي كونيكشن وتفتح برنامج زوم او تدخل على بورتل وتنزل محاضرة وتتفرج عليه فيه ناس ما بتعرفش تعمل كده هتقول لي فعلا يا دكتور اقولك اه فيه ناس ما بتعرفش كده ما بتعرفش تعمل ده فزي ما فيه مميزات للمسألة طبعا فيه ديس ادفانتجز ديها طيب انت عشان تطور مسألة الانلاين بس انا يعني بشوف ان ده مش موضوعنا تطوير مسألة خلاص فهنسيب الجزء ده يعني ممكن يكون دراسة متخصصة اكتر بس مفيش مانع ان احنا برضو ناخد فكرة عنه عشان نبقى فاهمين المسألة بتمشي ازاي انت الاول طبعا زي اي برنامج تدريبي يعني محتاج تعمل ديزاين للكورس الكونتنت نفسه و المحتوى بتاعته وبتحتاج تعمل نموذج للتدريب انت مدة التدريب اد ايه البرنامج التدريبي هيبقى موجود علي اني منصه تمام اه اه شكل الاسئلة او التقييم هيبقى عامل ازاي فده بيسموه المودل اف كونتنت اللي هو البوكسر اخام اثنين طيب اهدافك التدريبية شكلها عامل ازاي لازم برضو تكون محددة وتكون موجودة في سياق اوكي طيب اه لو في مشاكل وجهة او المتدربين او الترينيز هتحلها ازاي اوكي طيب هتقيس البرفورمانس بشكل عامل ازاي فده كلها حاجات في الاي ليرنج وزي ما قلنا لها كل حاجة لها مميزات او ادفانتجز وديس ادفانتجز تمام ويمكن اتكلمنا عنها بشكل مفصل في السلايدز ودي برضو بعض الامثلة اللي تخص ايه المميزات اللي ممكن تبقى موجودة وايه العيوب اللي ممكن تبقى موجودة طيب هنا بيتكلم على الترينيج ميثودز ترينيج ميثودز او اساليب التدريب ويمكن احنا برضو احنا بنشرح تطرخنا لها بس احنا ممكن برضو نهايلايت عليها مرة تانية انت عندك الكوبريتيف ترينيج زي ما قلنا فيه فرق ما بين الترينيج والإنستركتر انت في الكوبريتيف ترينيج بتعتمد على التشارك بتعتمد على المشاركة تبادل الخبرات اوكي فده اسلوب من اساليب او منهج من منهجيات التدريب ان انت تتشارك مع المتدربين الخبرات وصدقني هتستفد جدا جدا بمسألة التشارك ودي من اكتر الترينيج كورسز اللي انا شخصيا بفضلها لان انت بتسمع خبرات مختلفة من اعمار مختلفة من تايتلز مختلفة من شركات مختلفة فبتتعلم بشكل او باخر حتى طريقة الديليفري نفسها ان انت ما بتسمعش صوت واحد ان انت بيكون عندك اكتر من صوت بيعبر بطريقته عن افكار انت ممكن تكون لأول مرة بتسمعها انت بتستفيد وغيرك بيستفيد طيب احنا قلنا كمان من ضمن منهجيات واساليب التدريب هو الإي ليرنينج تمام اللي هو البوكس الموجود على الشمال التكنولوجي ان ترينيج التكنولوجي ان ترينيج طبعا فيه تقنية زي الفيديو كونفرنس مسأل ودي حاجة قبل الويبنارز وقبل الزوم وقبل المايكروسوف تيمز وقبل كل ده تقنية الفيديو كونفرنس كانت موجود باستخدام التكنولوجي برضو قدرت ان انت تجمع متتربين من اماكن مختلفة او شير هوردرز او ستيك هوردرز للشركات من اماكن مختلفة وتتشاركوا الخبرات والمعارف والمهارات وما الى ذلك فيه اكتر من طريقة ممكن تكوندكت بيها باستخدام التكنولوجي ترينيج مختلف طيب طبعا الطريقة التكنولوجي دي برضو من الطرق التقليدية او الولد فاشن اللي ما زالت موجودة ومكمله على فكرة الفيس تو فيس كومينيكيشن مهم جدا 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 في التدريب لانه كل ما بيكون فيه استخدام للبادي لانجوج والاموشنز في التدريب ده بيساعد على توصيل المعلومة بشكل اكبر وبيجنب سوء الفهم لانه انتوا اكيد لاحظتوا في الانلاين او الاي ليرنين احيانا بتسمع كلمة انت توصد ايا دكتور طب انت لما قلت الحاجة الفرانية دي كنت بتشير على ايه طب والله حضرتك انت لما قلت الجملة الفرانية دي انا ما فهمتاش او حضرتك كنت اثرت فيها قوي فانا دهيقني منك الموضوع الفراني في الفيس توفيس كومينيكيشن او في الكلاسلوم ما بيحصلش ده لان انت بتبقى شايف المحاضر وبتبقى شايف المتدرب وبتبقى شايف زمالك فانت بتبقى عارف تقايم ان طبعاتهم بشكل مزبوط اكتر غير الايه ديرنينج نحن بنتعامل مع بعض بتبقى عبارة عن كلوزد بوكس كل واحد مش شايف التاني كل واحد مش شايف التاني كل واحد ممكن يكون لو في حد شوية عنده يعني اتأخر عليه شوية الانترنت او وصلوا المعلومة بشكل متأخرا هتبقى في مشكلة لان وساعتها المحاضر هتضر ان هو عيد الجزئية دي مرة تانية المحاضر نفسه ممكن الانترنت يقطع عنده فبالتالي محتاج ان هو يبزل وقت اكبر ان هو يعيد او يريفريز المعلومة مرة اخرى فده بيطول من مدة البرنامج التدريبي كل شيء ليه مميزاته دي عيوب الجزء اللي ليه علاقة بالإفاليواشن زي ما قلنا انه فيه نموذج اسمه كريك باتريك وده نموذج مشهور جدا ويمكن موجود برضو على البورتل خلاص انا هتركه لحضراتكو للقراءة فقط بس احنا هناخد باختصار كده ازاي تقدر تإفاليويت اكوردنج لهذا النموذج اول حاجة بتاخد الانطباع الاولي الري اكشن الري اكشن ان انت بتعمل انرفيوز مثلا في البريك بيجي المحاضر او بيجي الترينين كوردينريتور خلاص بيبتدي يعمل بعض المؤابلات وبياخد الانطباعات الاولية عن الايه البرنامج التدريب اوكي طيب وبيدون طب انت كنت متوقع ايه مثلا والله كنت متوقع ان انا اسمع عن الموضوع الفلاني او كنت متوقع ان انا افهم الفلاني او انا سمعت اتجاه جديد في الادارة انا ما كنتش اتوقع ان هو موجود فانت بتبتيج تاخد الفيدباك وبتكون ري اكشن فيز على مسألة التدريب طيب بتيجي تدخل بعد كده على مرحلة في مدربين كتير بيقسم الموضوع ده لتلات مراحل اول ما بيحب يعرف ال learning level واصل لحد فين بيعمل حاجة اسمها pre-assessment within assessment after assessment يعني ايه اول حاجة بيقيس انت تعرف ايه عن الموضوع اللي انت جاي تضرب عليه طيب وبعدين بيمشي بيه الوقت شوية وبعد كده بيبتدي يقيس طب انت قدرت تتحصل على ايه من خلال الوقت اللي فات من التدريب طب بعد ما خلصت ايه اللي حضرتك استفدته من البرنامج التدريبي اوكي ده برضو ممكن يتم عن طريق questionnaire او ممكن يتم عن طريق interview ما بين المحاضر او ما بين training coordinate بعد كده بيجي بقى الbehavior انت بتعمل evaluating the training behavior level بتعمل measuring the effect of the training on the job performance through the interviews of the trainee and their managers يعني ايه الكلام ده انت النهاردة بعد ما بتخلص البرنامج التدريبي بتشوف سلوك الموظف تغير ولا لا مش احنا قلنا انه عملية learning الهدف منها احداث تغيير مستدام في سلوك الموظف كويس كويس فلا معناه انه البرنامج بعد ما يخلص برنامج التدريبي بعد ما يخلص لازم يكون له اثر على الوظيفة اللي بيشغلها الموظف اللي تم تدريبه يعني هنعمل ايه والله كان بيحقق مبيعات اكس بقى بيحقق اكس بلاس وون يبقى البلاس وون دي هي الزيادة اللي نتجت عن مسألة التدريب والله كان عنده attitude issue communication lack of communication بس بعد كده تحسن وبقى كويس فده معناه انه التدريب جابنا تكته وده طبعا كله بالارقام طيب الريزالتس الريزالتس ممكن تقسها بقى على مستوى الشخص نفسه وعلى مستوى corporate overall طيب دي ليها طبعا متريكس في حاجة اسمها ال ROI على الترينج انه حضرتك والله بتشوف اثر التدريب ده على مستوى الشركة احنا لما صرفنا خمسين الف دولارة على التدريب رجع لنا على المبيعات بنسبة قد ايه ال quality بتاعت الشغل تحسنت بنسبة قد ايه ال cost reduction عندي تحسن بنسبة قد ايه تخفيض التكاليف مش كل دي results ملموسة متقاسة تقدر حضرتك تعرف من خلالها اذا كان الهدف من التدريب اتحقق ولا لا عشان نصيغي الكلام ده بشكل علمي employers evaluate results by measuring the effects of the training on the achievement of the organizational objectives ادرت تقيس مردود التدريب على اهدف الشركة طيب وبعدين في برضو طريقة تانية او tool تانية تقدر تحدد بيها هل حققت اهدافك او ما حققتش بتعمل ايه بتعمل balancing ما بين cost وال benefits والله اه لو هنتكلم عن ال cost trainers salary and time trainees salaries and time اه الوقت اللي الموظفين بزلوه او انفقوه في مسألة التدريب ومرتباتهم كام يعني اليوم اللي انا هعطله واروح اودي التدريب ده هيكلفني كام طب انت جيته هتبقى كام وبقت كام المتدربين بيتقاس على اساسهم بيتقاس على اساس مرتباتهم ووقتهم مسألة ال cost وكمان trainers سواء in house او out of the house اخبار الماتيريال بتبقى جاهزة ولا مش جاهزة هتكلفني ولا مش هتكلفني training rooms الفسيلة اللي انا هقدمها كل الحاجات دي بتتحول لكاش بتتحول لفلوس بعدين ايه المزايا بقى اللي هتعود علي benefits اه والله في حصل عندي increase for production والله حصل عندي deductions error والله حصل عندي less supervision حصل عندي ability to use the capabilities يبقى دي وسيلة او اداة نقدر نحدد من خلالها هل التريننجز program اللي احنا بننفذها بتعود على البزنس بأثر ايجابي من عدو من خلال الميزان اللي حضراتكو شايفينه ده طيب ده تفسير وفيه حتة زيادة بتاعت البنش ماركينج في بعض الويب سايت ودي موجودة اكتر في الولايات المتحدة ويمكن حضرتكو الويب سايت موجود برضو في الكتاب وكل البيانات اللي هي علاقة بالمؤسسات اللي متوفرة عندها الانفورميشن دي ان الشركات بتقيس او بتعمل بنش مارك او مصطرة بتقيس عليها اذا كان التريننج اوبجيكتبز بتتحقق ولا لا والميجرز بتاعتها مظبوطة ولا لا ببصر الشركات التانية اللي بتشتعل في نفس القطاع يعني ايه اللي انا بشتغل في القطاع الطبي بشوف مين حجم البزنس بتاعه زي وبشتغل معايا في نفس القطاع وبشوف الناس دي صرفت برجو التدريب قد ايه ورجع على البزنس بتاعها بكاش قد ايه او بكواليتي قد ايه او بكوست ريداكشن قد ايه او اي حاجة من المتريكس بتاعت البزنس ده ساماري اوبجيكتبز للتريننج بيتكلم فيه عن كل النقاط اللي احنا اتنقشنا فيها خلال الفترة اللي جاية اه شابتر تين للاطلاع فقط ومش داخل في الكوز انا هو موجود هنا عشان حضراتكو تبقوا عارفين انا النهاردة اتكلمت على كل التفاصيل اللي هي علاقة باهمية التريننج مين اللي يتدرب ومين اللي ما يتدربش الفرق ما بينه وما بين الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ومين الموظفين اللي تعملهم ولما يكونوا مثلا مقريبين لسن المعاش هتعمل فيهم ايه طيب بدلا ما اعمل تطوير اجيب موظفين من الخارج اعين من الخارج ولا استثمر في اللي موجودين الشابتر اللي جاي نظري بشكل كبير وفيه بعض الشركات بتطبق برامج التطوير الموظفين وفيه ادارة ممكن تكون بتشتغل بس او موظف بيشتغل بس او بيفكر بس او شغله الشاغل فقط انه هم ازاي يقدر يطور الموظفين اللي موجودين عشان توصل لمرحلة التطوير لازم تبتدي بمرحلة التدريب التدريب الهدف الاستراتيجي بتاعه في المقام الاول هدف الاستراتيجي او مجموعة البرامج التدريبية هدفها هو التطوير تطوير على مستوى الافراد او التطوير على مستوى فرق العمل او التطوير على مستوى الCorporate Overall انا بتمنى في حلقة النقاش انه حضراتكم تكتبوا كل اسئلتكم اللي هي علاقة بفانكشن التدريب لان هي من الفانكشن الاساسية اللي بتعمل بشكل positive على البزنس وفيها تفاصيل كتير فيه اساليب للتدريب فيه منهجيات للتدريب فيه طرق مختلفة ومدارس مختلفة ومنهجيات مختلفة لقياس اثر التدريب ومرتوده على البزنس او بشكل سلبي او بشكل ايجابي الكتاب فيه بعض الكيس ستادز اللي ليه علاقة بالشركات اللي انفقت على التدريب وشافت المردود على البزنس اتمنوا ان حضراتكم بتطلعوا عليه فقرة التدريب او chapter التدريب بيبتدي في الكتاب من صفحة 285 وهو مش واخد حيز كبير في الكتاب يمكن من اهل التشابترز اللي واخدى حقها انا حبيت ان انا اجيب لكو اكتر من مصدر هتلاقي زي ما قلت حضراتكم على البلاتفورم الموديل فيه بعض نمازج للاطلاع برضو فقط لمسألة سياسات التدريب في احد الشركات العربية وانا الحقيقة حابب ان انا اعمل ميكس ما بين التجارب الغربية والتجارب العربية لان احنا وطننا العربي مليان بالتجارب النكحة اللي تخص عالم البزنس اتمنى ان حضراتكم تقروا كل المصادر حطيت لحضراتكم برضو بشكل مستقل نموذج كريك باتريك كريك باتريك اللي حابب يطلع عليه بشكل مفصل اكتر الكويز هيبقى في التشابتر تسعة وعشرة على التشابتر تسعة بس التشابتر عشرة زي ما اكدت على حضراتكم للاطلاع يوري حضراتكم نمازج ازاي تقدروا تعملوا برامج تطوير للموظفين وانا من وجهة نظري انه مش بعيد الموضوع عن بعده فانا سيفهولكم للاطلاع بشكركم شكرا جزيلا ومتشوق جدا لحلقة النقاش عشان نتكلم بشكل اجبر في السامري ونتكلم في اي اجزاء تفصيلية تخص مراحل تدريب انواع التدريب منهجات التدريب اشكال التدريب لو في كيس ستاديز عند حضراتكم حد عنده تجربة في الشغل عنده تخص مسألة التدريب انا سعيد جدا ان انا جاوب على اي سؤال حضراتكم هتوجهوه واتمنى ان شاء الله انه اكون كنت مفيد معاكم في هذه المحاضرة وعلى امل باللقاء ان شاء الله اشكركم شكرا جزيلا واتمنى لكم كل التوفيد اشتركوا في القناة